اشتركوا في القناة مباراة بارح امام الوداد المغربي وبكرة في ايه وبعده وبعده بالنسبة لفريق كرة القدم للنادي ايه الاهلي النهاردة الحلقة حنتكلم فيها عن المستحيل مش اهلاوي كالعادة وما فيش في ايدينا غير اللي احنا نصدر التفاؤل واللي الاهلي قادر ايوة طبعا قادر في المواقف الصعبة بيبان معدن الرجال وكلنا تفاؤل وكلنا ثقة للنادي الاهلي يقدر يرجع لنا بالكاسي وما السبت القادم من المغرب ان شاء الله ده اكيد هنتكلم في كل ده رغم في البعض كالعادة رمى الفوتا والبعض بيصدر احباط لكن احنا ما نقدرش نعمل كده طول ما فيه وعايشين ووسطنا الكيان الكبير اللي كلنا بنحبه اللي هو النادي الاهلي هتلاقي التحديات موجودة هتلاقي الاسرار هتلاقي العزيمة هتلاقي القتال لغاية اخر دي ايه وارادة النصر مهم جدا اللي ببقى عايز حاجة يعملها اه يقدر يعملها وده مش بعيد على النادي الاهلي واسأله التاريخ لكن التاريخ ما بيلعبش التاريخ بيدي اللي بيركز ويتعب ويجتهد ويقاتل داخل ملعب زي ما شفنا مباراة الترجم هتكلم في كل حاجة النهاردة مع حضراتكم واحنا بنفكر كده مع فريق العمل هنعمل ايه هنقول ايه هنتكلم في كل حاجة واحنا بحلقة النهاردة احنا بندردش مع جمهورنا قرينا رسال كتير جدا شفنا الجمهور النادي الاهلي بيفكر ازاي الجمهور المحترم الواعي هنتكلم عن بعض ايجابيات وسلبيات شفناها مبارح ومهم جدا ان الناس تسمع سواء الجهاز الفني المحترم بقية الكابتن حسام البادري وعندي نقاط مهمة جدا سلبية للعابين بعيدة عن الفنيات لان شغلتنا فيه مدير فني هو اللي بيحط الفنيات هو اللي بيتكلم على مين التشكيل اللي حيلعبه ومين هنا الصغرات امام المنافس كل دي امور فنية لكن انا هتكلم في بعض السلبيات من وجهة نظر اللي هي كانت ناس كتير شايفة في المباراة وناس كتير علقت عليها على موقع التوصل الاجتماعي وكمان في حاجة ايجابية من حقنا كمان نخلق دوافع للعابتنا عن طريق بعض الامور المحترمة اللي جماهيرنا كمان نقشتها ودي من وجهة نظري من الحاجات المهمة اللي هنقشها النهار اول حاجة هندردش فيها مع حضراتكم النهاردة بعد المباراة البعض كان زعلان مش البعض الكل زعلان جدا واحنا قلنا هنا المباراة دي اصعب لان انت كسبت النجم الساحلي ستة ونتيجة كبيرة جدا جدا كلنا كنا فرحانين في لعبة رجعت في المباراة في لعبة كانت في عليها بعض النجد السلبي في شكل كبير جدا ولكن في ظل النجد السلبي اللي عليهم لا قدوا مباراة كويسة على سبيل المثال وليد ازار ومسندته ودعم الجماهير ليه في مباراة النجم الساحلي ورجل تقلق وجاب تلات اهداف ومجموعة كبيرة جدا كانت توفيق محلفة في المباراة الميز باس كان قليل التحركات كانت كتير ومن هنا قلنا المباراة الوداد المغربي وشايف جاي في حضر جاي عارف قيمة النادي الاهلي جاي عارف قيمة جمهوره مركز في المباراة ومن هنا جات سعوبة المباراة طيب النتيجة اكيد كلنا زعلانين واكيد كلنا غطبانين كنا عايزين نحسن من هنا وهو ده اللي احنا تكلمنا فيه لكن في عالم كرة القدم في حاجة اسمها توفيق في حاجة اسمها مش يوم لعيبة معينة في حاجة اسمها فيه اخطاء بتخليك تتعادل ده كله كان موجود اه كان موجود لكن شعار الحلقة النهاردة وده اللي انا هتكلم فيه هنرجع من تاني ونقول المستحيل ليس اهلاو طول ما الاهلي موجود فيه اسرار فيه عزيمة فيه قتال داخل الملعب فيه تركيز فيه اللي انا هرجع بالكاس ولازم ده يبقى تفكير اللعيبة من مبارح مش من النهاردة هما والجهاز الفني من هنا الاهلي يقدر اه طبعا الاهلي يقدر الاهلي تاريخه فيه امور كتير جدا والناس كتير بشوفها بتتكلم سواء في الازاعة او في البرامج بتتكلم الاهلي بلكده في 2012 مع الكابتن حسام البدري مع التراجي عمل ده الاهلي في 2006 عمل مع الصفاقس كان نتيجة هنا واحد واحد وراح هناك قدر بهدف لابوتريكا قدر يجيب ماشي اوكي انا موافق على الكلام ده اللي انت تصدر التفاؤل تصدر اللي انت نادي كبير عندك تاريخ تصدر اللي لازم القتال لكن لو انا اعتمدت على التاريخ فقط وعدنا نقول كده صدقوني مش هنعمل حاجة اه ولازم يبقى كلنا فيه مصدقية في التعامل مع الامر ولازم كلنا نتكاتف حوالين الهدف ونتكلم اه طبعا اكيد في ايجابيات ونتكلم في سلبيات ونصدر التفاؤل ده المهم نصدر التفاؤل اللي عابين ونصدر الاسرار والعزيمة وكلنا وراء دهاركو ده موجود من معظم الاهلوي طيب في البداية حابب اقول ايه اكتر حابب اقول في المبارات الكبيرة يبقى فيه استعداد نفسي وبدني خصوصا لانت مشيت مشوار طويل في البطولة دي ولما نيجي نتكلم على بطولة افريقيا السنة دي هي واحدة من اصعب البطولات في تاريخ النادي الاهل قابلت فرق كتيرة حصلت تعصرات في بعض المبارات قلت انت تخرج منها برجولة اللعيبة وتركيز الجاز الفني ومسندة الجماهير ودعم كل اهلاوي ده كان موجود في المبارات كتير اه طبعا بس عايز اتكلم في انا قبل ما اتكلم في النقطة دي لانها بالنسبة لي مهمة كلاعب سابق عايز اتكلم بعيد عن اللي انا اخلق اعذار للعيبة وبعيد اللي احنا اخلق مبررات للعيبة احنا مش بصدق اللي احنا نعمل ده لان اللي عايز يخرج من ازمة او عايز يكسب الكاس لازم يركز ولازم بقى فيه امور السلبي يحوله الايجاب بمعنى بمعنى اللي انت خلاني تكلم بمونتظ صراحة الاهل يخرج فرق الترجي واحد من اقوى الفرق في البطول انا بشوف فنيا فرقة الترجي اقوى فنيا من فرقة الودات اتنين اتنين هنا في مصر ضغط عصبي ونفسي وجمهورك بيروحش للبطرات للعيبة ويقف جنبك فبتروح في اسرار في عزيمة في رجولة وبيجي فيه هدف ممكن يحبطك بترجع بانتصار مهم جدا بعدها بتقابل النجم السحلي فريق قوي جدا مخسرش في البطولة خالص هو والترجي فكل دي ضغوط نفسية وبتخرج فرق كبيرة والمبارات اللي بعدها بتبقى أصعب بعد كده تروح للوداد فعليك حمل بدني وعصبي مع تركيز فرقة الوداد الفريق النجم خسران ستة ومسندد ودعم جمهور الاهلي اللي أكثر من رائع وقف جنب فرقته فبالتالي ده مش خلق أعزار الفريق مر بمبارات كبيرة ومبارات قوية وضغوط عصبية شديدة جدا لكن مبارات النهائية بيبقى ليها تركيز مختلف بيبقى ليها حسابات مختلفة بيبقى ليها استعدادات خاصة مبارح وهو ده اللي أنا هتكلم فيه فنيا في المبارات الكبيرة ومبارات النهائية ماينفعش يجيلك أربع خمس طعب تعد واحد اتنين ثلاثة أربعة ست سبع فرص لأن في المبارات الكبيرة لازم تستغل الفرص اللي بتتيح ليك النادي الأهلي كالعادة في أول دقيقة قدر يجيب هدف وأنا بقول لحضراتكم لو كان فيه ثلاث فرص حقيقية للنادي الأهل لو كان فرصة منهم أنا بقول للمبارات الكبيرة هتخرج سكور لو فرصة تانية من الثلاثة اللي ضع فأنت قدر الله ما شاء فعل ولكن كان لازم نستغل الفرص اللي قطيحت بعد الهدف وهدف كان أكثر من راعي لمؤمن زكريا وبعدها تتخلق فرصة واثنين وثلاثة وفيه ضغط جماهيري على الفريق ده حصل أيوة حصل زي مبارات النجم من هنا الفرق كان فيه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وكان فيه استغلال الفرص اللي موجودة ومبارح ما كانش فيه استغلال فبالتالي الفريق قدر بعد الضغط الرهيب أول ثلاث ساعة من نادي الأهلي قدر اللي هو يتماسك وقدر اللي هو يرجع المبارات عن طريق هدف فالهدف جي من خطأ مركب أنا دايما ما بحبش في عالم كورة القدم تجيب اللقطة الأخيرة وتقول بص فلان ما غطاش إزاي وأرجع أستعيد الزكريات ده مش عارف مبارات إيه فساعة ده مغطاش لا شريب إكرامي كان لأ أخذ الخطوة ورجع ونرجع للذكريات فيها أخطاء تم ترجع لأمور كتير كويسة ده حتى على مستوى وليد أزار ممكن مبارح المبارات اللي قبلها الكل لا احنا أنا تلاقي تبص في السوشيال ميديا أنا بعتزل لوليد بعد ثلاث أهداف دول والراجل جاي والراجل صفقة مهمة ما ما فيش حد بيتعامل بالقطعة كده الأهلاوي القصيل اللي بيخاف على فرقته وبيدعم فرقته ما ينفعش يمشي بالقطعة وباللعبة وبالدقيقة وبالثانية فخصوصا اللي انت في مبارانة هقاية أنا بكلمكو اللي أنا تعلمته واللي أنا عرفه أما أصحاب النواية الخبيثة أنا مش دوري اللي أنا أعبر عنهم ومش دوري اللي أنا أعمل زيهم أنا بتكلم على الأقل اللي أنا تعلمته واللي أنا عرفته فاللي أنا عرفته اللي ما فيش حاجة بالقطعة وفكرة انت تهاجم لعيبة جديدة السنة دي او بقالها سنتين غريبة جدا بعد لما انتهت تماما في العشر سنين الاخير فمن هنا فالمباراة الكبيرة لازم استغلال الفرص اللي تتيح للعبين لازم تستغل الفرص اخصوصا اللي جات لك جات لك فرص سهلة بعد هدف مؤمن زكريا جلنا ثلاث فرص كان لازم نستغل الفرص دي كان هيبقى من هنا تقدر تجيب سكور كنت هتبقى انت اهدى كان الفريق اللي قدامك هيتوتر اكتر مش هيقدر يفتح خطوطه لان لو فتح خطوطه هيتلقى التالت والربع وانا كنت علاقين كده بخبرة سنين طويلة كمان ماينفعش ليبقى فيه اخطاء سازجة فريق روح بيهاجم بتنين اللعيبة وانت مصيطر يجي فيك هدف يحبطك دازم يبقى فيه حالم التركيز من كل اللعيبة وانا دايما قلت لحضراتكو مرة واثنين وثلاثة مش مع مدرسة اللي انا اقول لعيب الفلاني هو اللعيب المميز لوحده لكن فيه لعيبة بصراحة يعني لازم اديها حقها زي احمد فتحي امبارح ايه الراجل ده الراجل دي اتخذ منه الكورة في وسط الملعب الخصم بيه هجمة مرتدة كانت خطر عنه يرجع يجيبها احمد فتحي فين كان لازم واسط الملعب يت لانا مش طبيعي اللعيب يجري المسابة دي كلها هو اللي يرجع المسابة دي كلها يغطي فروح التخطية روح الكلام انا بستغرب فريق النادي الاهلي النقطة دي بصراحة الكلام قليل ليه وانا بتفرج وبعد اتابع المباراة عايز اشوف اللي انا اتعلمته مع اجيال كتير جدا الحماس بصوت عالي زميلك ارجع غطي روح تعالى يمين شمال ده موجود عشان تلحق الخطأ لكن الدندنة ورسل تحت دي بتدايق لان الاهلي بيعتمد على القتال والروح والكورة المشتركة اكم موجود انا مش عايز انكر ده لكن انا عايز وفي النهائي يبقى التسعين دي ايه اخصوصا اللي انت رحت بالفريق لحتة حلوة قوي انت في النهائي على ملعبك وعايز احسن مستجموري من هنا فاحنا النقطتين النقطة اللي انا قلتها مرة تانية استخدال الفرص فرص كتير اتخلقتلي فرص كتير في بداية مباراة في ربع ساعة وجاي فيها وجاء هدف هو احنا دايما بيقول الخطورة في عالم كورة القدم لما فريقك يبقى بيهاجم المدفعين والاطراف لازم تبقى في اعلى تركزها ما لكش دعوة ما تتفرقش زي الجمهور ما تتفرقش في الهاجم تبقى من يمين ولا من الشمال شوف الراجل بتاعك فين وفريقك بيه هاجم لكن دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة لكن انا مقدر جدا اللي بنادي الاهلي قابل للترجي وبنترجي عن نجم وبعد كده لعب مطشين في الدوري وبعد اما لعب مطشين في الدوري دخل على الوداد اوكي هي دي ده هو ده الفريق الكبير يلعب كل تلات اربعة ايام ويركز يخرج من دوري ويقفل صفحة الدوري وبعد كده يروح لصفحة البطولة الافريقية هو ده اللي عايز يلعب في النادي الاهلي دي اسلوب الحياة داخل النادي الاهلي تخرج من بطولة تنسى تاني يوم تروح لبطولة تاني فاحنا مقدرين المبارات المهمة للاهلي لعابة ومقدرين حجم الدغط العصبي والنفسي وكل حاجة لكن كان علينا النقطتين اللي انا قلتهم كان لازم يبقوا موجودين وان شاء الله يبقوا موجودين في النهاي هرجع اكرر تاني الاهلي يقدر ايوة طبعا يقدر وعايز نجوم النادي الاهلي تبقى سمعاني وتدخل تدي حافز للعابة عايز ولاد النادي الاهلي هيعرفوا يوصلوا للقناة كويس عايز نجوم النادي الاهلي ادخل كلم اللعيبة ادخل سند لعبتك ادخل سند النادي الاهلي ادخل ما بقولكش هنا سند كرسي ولا ترابيز ادخل احنا اهلوية طول الوقت مش لازم ابقى في منصب عشان سند النادي الاهلي مش لازم ابقى في مكانة مش لازم ابقى مدير مش لازم ابقى موظف مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم امور كتير جدا قناة الاهلي بيتكو ادخلوا وتكلموا اللي عايز يدخل في ري العمل تعرفوا توصالوا كويس ادخل ساند ادخل قول كلمة حلوة ادخل حفز عايزين كل نجوم النادي الاهلي اللي يده رسالة النهاردة جمهور الاهلي بادر على طول افتحوا التيتش من بعد المباراة بس قبل ما اروح لجمهور الاهلي عشان نفتح التيتش عايز اتكلم على وعي جمهور النادي الاهلي مع نهاية المباراة كنا عاديين وبنرصد كل حاجة عشان نيجي نتكلم مع حضراتكم وانا قلت في البداية انا جاي ادردش معاكم وجاي اتكلم معاكم كواحد منكم واتخلى عن كرسي الموزيع في حلقة النهاردة واتخلى عن امور كتير جدا جدا الناس بتقولها وبتناقشها وانا جاي اعبر عنه خاصة كل اللي بعتوا الرسائل على تليفوني الخاص هنقش اللي انتوا بعتول انه كلام محترم يفيد النادي له عايزة احيي جماهير النادي الاهلي المحترمة المحترمة بعد المباراة ما خلصت مرموش الفوت ما قالوش ماهجموش اللعيبة ما قالوش فلان ضيع وفلان مش عارف كم مكسر قالوا افريقيا يا اهلي قالوا افريقيا يا اهلي بعد قبل اللعيبة ما تخرج من الملعب كل الاستاذ كل الاهلوية قالوا اللعبتهم كده عارفين ليه؟ عشان الاهلي غير وجمهوره غير وجمهوره ما بيفقدش الامل طالما في حياة طالما في حياة جمهور النادي الاهلي حيستمر والحياة بالنسبة لنا بتستمر في الحلوة وفي المر فجمهور الاهلي عمل الشكل ده كان بالنسبة لي افتخر بيه واحب اشوف شكل زي ده والاهلي لعيبة لسه حتى البعض منها لسه عيحط رأسه في الارض جمهور الاهلي على طول افريقيا يا اهلي فده شيء رأى وشيء محترم ورسالة تمأمينة من الجماهيل اللي لعبته احنا برضو مسندين للآخر ده الكلام المحترم ده الكلام الجميل لان الجماهير انا قلت هو اللاعب بالنسبة لي في المبارات النهية هو اللاعب رقم واحد عملتوا اللي عليكم اعملتوا اللي عليكم بس نصيحة برضو من دي لاننا بتكلم في كل حاجة مفعش كل حاجة زي الفل وزي لما يحصل بعض المشاكل في المدرجات ومش هدخل في تفاصيل لان دورنا التهديئة طول الوقت ونتكلم الحاجة في حجمه واحد عمل حاجة بره جيري وسط الجماهير الكبار من الجماهير في المدرج يتعامله ويعتذر لو الناس لو فيه خطأ وهكذا وتعمل الأمور لكن ما فيه ناس عايزة تسخن وعايزة الدنيا ولا ان احنا بنتكلم على عودة جماهير نقطة كمان يعني ايجابية فيه وقت محتاج ان انت تحمس بقى تقوم كل المدرجات تقوم معاك لان عندنا ثقة فيكم لو سمحت يعني نشيل الصورة دي دلوقتي لان احنا بنتكلم في نهائي وبنتكلم في بطولة أفريقيا وبنتكلم انا دايما بشوف بعض الحاجات بقى بنيديها حقها فوقتها لك ان لا صوت يعلق فوق مباراة النهائي للنادي الأهلي ما عنديش كلام تاني اقوله غير كده ما عنديش انتخابات ما عنديش كراسي ما عنديش مناصب وانا اقولت لحضراتكو حلقة النهاردة انا جاي مش عايز اتكلم على اي حاجة غير كجمهور اتخلى عن كرسي الموزية اللي بيحب النادي الأهلي يتكلم في المصلحة العامة اللي بيعشق النادي الأهلي يتكلم في المصلحة العامة اللي بيحب النادي الأهلي يسنده اللي بيحب النادي الأهلي يدعمه شفت امور غريبة جدا جدا قبل المباراة ومش هتكلم برضو فيها النهاردة لان هي المبادئ مش تشيرت بتلبسوا ساعة ما انت عايز تشيرت المبادئ ونقلعوا تاني يوم لما احب ارجع المبادئ هي المبادئ واحدة وانا قلت لحضراتكم اليوم مرة المبدأ واحد لكن لما تبقى حاجة على الكيف وعايزين تمرروها وتمشوها بتبقى بتعجبكم والله وزي الفل وجميلة ولما حاجة بتبقى عارف اللي هي غلط مش عايز تقول الغلط انا مش هدخل في تفاصيل اكتر من كده لان بيتقال عننا بيش عارف بنتكلم على مين وبيتقال عننا مش عارف ايه محدش الاهلي للاهلوية كلهم الاهلي مش حكرة على حد وانا بالنسبالي بعيد اللي انا مزيع مرة تانية احضر لو اولا تقول الحلقة بالنسبالي جمهور الاهلي هو العمود الفقري جمهور الاهلي هو الداعم المساند ودوري اقوله خلي بالك من كذا دي فيها خطأ ممكن يأخر عودة الجماهير واتكلم في كل حاج لكن مش دوري لأي مخلوق اضرب تعزيم سلام عشان حاجة شخصية لكن مولايا صح الاهلي عنده مباراة وبعيد من اشخاص انا بيحترمها جدا اللي اطلع مني يقولك بيلاقح لقح حلمينة بالمناسبة ولا احنا كمان زي ما الكوية زي ما بيتقال ولا دي ده ده اللي ناقص كمان فما ولا بنعرف نلاقح ولا بنعرف نتكلم غير في الحق وبالمناسبة لما حد يخرج عن النص بالاسم هنقول ومرة تانية هقول المبادئ مش تشيرت بتلبسه مكتوب عليه المبادئ وتقلعه وانت ما انت عايز بتشيرت بقى اتخلى عنه شوية لا هي مش كده هي حاجة واحدة حاجة واحدة وفي ناس بالمناسبة كبت اعترض علينا في امور كتير جدا النهاردة بيكلمون انت صح كمل واحنا معاك وبنعتزلك في ناس كتير عملت كده الاسابيع اللي فتت ايوة ومش فكرة اللي احنا بنعمل حاجة على سبيل المثال زي فقرة السندوق اللي سود اه معمول فيه معمول عشان كشف المسطور اه معمول عشان كده ايوة ومعمول عشان كده لاصحاب المصالح واللي عايزين اهداف ومش هميمهم الاهل لكن الاهل ده خيروا علينا كلنا لما احنا نقول لك خيروا علينا كلنا ونعمة كبيرة ولولا الاهل ما كانش يبقى عندنا حاجة خالص وقمتنا في المجتمع كانت حتبقى قد كده لولا الاهل ها دي الحقيقة يا عم انت بتميس علينا بتد حاجة ولما حد تاني يقول هالك ايه جمال ده وايه طلع من قلبك او طعد تخلق اعذار وتبرير كفانة نفاق ولما نحب ندلع حد ونهاشتكه ونسيب نفسنا كده نعمل ده ولما نحب نواجه ونتكلم بصراحة يبقى تكلامش على مزاجه صدقوني فيه معايير كتير جدا اختلفت وخصوصا داخل النادي الاهلي وكل حاجة تيجي وقتا نتكلم فيها لكن انا قلت لحضراتكم مرة تانية انا جاي فاتح قلبي جاي بتكلم من اهلويتي وحبي للنادي الاهلي وامور كتير جدا بشوفها غريبة وعجيبة اه وامور كتير جدا بشوفها اه ام افتحوا التيتش مجلس ادارة النادي الاهلي افتح لجمهورك جمهورك ملوش دعوة باي حاجة وانا واسق من كده ما بيدخلش في اي حاجة غير شحن اللاعبين ما بيدخلش في اي حاجة غير اللي هو بيحب النادي الاهلي انا بحاول نتواصل مع النادي ونعرف ايوة تواصله مع النادي دلوقتي كمان بيأكد الكلام موجود على السوشيال ميديا من الصبح اللي حيبقى موجود يوم الثلاث الجمهور وده حاجة محترمة جدا وتروح ساند صدر التفاؤل ابعث مسجات للاعبتك زي ما انتو دايما بتعمله عايز جمهور كتير جدا فيه ناس كلموني شركات سياحة كتير جدا ما ينفعش اقول اسميها اتمنى شوف الفين تلات تلاف اهلاوي في المغرب وانا عارف اللي بيسافر ورا الاهلي الواحد منه بألف فاتمنى شوف ده اتمنى اما لعبتك تنزل وتلاقي جمهور كتير في المغرب انت بتشحنهم اكتر ازاي انت جاي مسافر كل ده وراي ده مطلوب مطلوب نقفل كل حاجة مطلوب باللي احنا نفتحتتش الجماهير تروح كالعادة اشحن بطريات اللعيبة حفز اللعيبة اوف جنب نديك اوف جنب مديرك الفني اوف جنب كل لعب في الفريق ده مطلوب دي الايجابية لان ما فيش حاجة خلاص هي مباراة كرة القدم مش هتموت وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى با عندك ايمان قوي جدا انا حسافر ارجع بالكاس وبالمناسبة اي لعيب مش واصله ده وحاطت مش حاطت جواه اللي انت راح تكسب يرفع ايده لكابتن حسامه ويقوله والحاجات دي ما تزعلش خالص بالمناسبة كان فيه برضو من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها علي معلول كان نتقال اللي عنده اصابة لا هو عنده تقل شوية في الخلفية اعمل اشاعة بكرة لكن ان شاء الله يلحق المباراة صالح جمعة وحسام عشور فيه محاولات بس المحاولات ضئيلة جدا جدا اللي هم يقدروا يلحق المباراة لكن عايز اذكركم مباراة النجم السحالي كان فيه حسام عشور مش موجود وعبدالله السعيد مش موجود واحمد فتحي مش موجود لكن الاهلي بمن حضر اللي لعب المباراة لازم يتحمل مسئولية واللي لعب المباراة لازم يعلم تماما الجماهير النادي الاهلي بالملايين ووقفة جنبي وبتسندني وبتدعيلي وعمرها ما اتهاجمني لازم اسافر من هنا يبقى فيه استعداد نفسي وبدني للمباراة وده دور الكابتن حسام البدري اللي احنا طول الوقت في المباراة الكبيرة عندنا ثقة فيه مرت بحاجات صعبة لعيبة بتتصاب وليد سلمان بينزل ويخرج لعيب يبقى غير موفق ولعيب تاني يزميل ومش موفق كل ده طبيعي جدا 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 مقدرين اللي فيه لعيبة مهمة ممكن ما تبقاش موجودة لكن فيه لعيب تاني ينزل يتحمل مسئولية الشكل الجميل ده عاوزين يوم التلاتة ان شاء الله جماهير النادي الاهلي بنعتمد عليكم بتشرفونا في المعاد جماهير النادي الاهلي جماهير محترمة ساند فرقتك ملكش دعوة بأي حاجة خلاص مفيش آآ آآ كلام وعايز نصيحة أتمنى اللي هي تحصل أتمنى مش هتفرق ندوة ولا ندوتين عشان الانتخابات شغالة لو الكل يوقف بس التلات ايام دول تلات ايام مش مشكلة يعني أتمنى ده رجاء هنا وهنا وحتى المستقلين ده رجاء من قائمة المهندس محمود طار وقائمة الكابتب محمود الخطيم لو احنا بنفكر بمنظور الاهلي أهم وانا ما بزيتش على أي حد وانتو نجومنا كلكم ورموزنا وبطولة مهمة جدا جدا لو ده هيعمل واحد في المية او اتنين في المية اللي احنا يبقى ياخد من التركيز انا بقول واحد اقول لكم على حاجة ربع ممكن نوقف الندوات يومين مش هتفرق وحنكمل هيبقى باقي تلات أسابيع كل واحد يشتغل على الأرض وربنا يولي من يصلح لقيادة سفينة النادي الأهلي ده ده حاجة من لنا يعني وانا بتكلم وبسترسل دلوقتي جد في دماغي وبشوف اللي دي حاجة إيجابية جدا جدا عشان حتى ما تتخذش من البعض ونسب كتير ممكن يعني تبقى مقدرة الكلام اللي احنا بنقوله لمصلحة النادي الأهلي كمان عايز أتكلم من ضمن الحاجات اللي رصبناها وعايز أدردش برضو معاكو فيها حكم المباراة أنا مش فاهم الاتحاد الأفريكي المفروض فرقتين بازلوا مجود كبير جدا حكم المباراة لا ياليك مباراة نهائية شخصية ضعيفة قرارات خطأ مش هقول هنا وهنا مفيش اللي هو حكم بيحتوي المباراة أخطاء سازجة جدا ليك ضرب الجزاء واضحة جدا ما تحسبتش حتى الهدف اللي جاه في النادي الأهلي من خطأ لوليد أزار في وسط الملعب وباينة جدا أمور كتير حتى ما أقنعناش كلنا وأنا هنا مش بخلق برضو أعزار حكم التحكيم جزء من أي لعبة والأخطاء وردة لكن مش ده الحكم يعني يعني مش عايز أغلط وأقول يعني البلد مش عايز أقول الكلام ده إنه صعب عليها شوي لأنه ممكن تبقى دولة مش كبيرة في الكرة بقى عندها حد عظيم في التحكيم ولما نتكلم على 52 دولة في الاتحاد الأفريقي مش معقولة يعني مش عافت تجيب حكم ليه اسمه مش معقولة يعني فعلى ما تستفهام قوي من الاتحاد الأفريقي حكم لا يليق بالمباراة النهائية للأمانة هي دي الحقيقة مش عافي أخد قرار متوتر في كور مش قريب قرارات عكسية لا حكم ما أقنعناش كلنا بصراحة فصعب قوي صعب قوي حاجة زي كده فحاجة للأمانة ما ينفعش بقى يعني انت النهاردة بنقول فيه أخطاء في التحكيم المصري ما فيش مشكلة ونبقى مع الناس بس نوضح الصورة ونخلى بالنا من دي ومش عارق ودورنا نساعد لأن التحكيم جزء من اللعبة لكن في نفس الوقت بالنسبالي اللي انت زي ما بقول 52 دولة مش عافتين اي حكم كويس ما عندكش حاجة حكام أفضل من كده وعلامات استفهام كبيرة جدا 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 مش أتكلم في تفاصيل فنية لكن مش ده الحكم اللي انت تجيبه في مبارانة هائية يعني فيه أفضل من كده بكتير والبعض يزعل لما ننتقد في الانتحكيم تلاقيه خارجي يعلق بتعلق على ايه بتعلق على ايه لوم نفسك انت لوم اختياراتك المفروض اللي احنا على مستوى 52 دولة تكلمني عن تطوير طول الوقت تطوير ده تطوير يبقى تجيب حكم يليك بنهاية طولة أفريقيا ولا انتوا عاوزين دايما نضرب غدس في كل حاجة على المستوى الأفريقي اللي عايز يرتقي يرتقي في كل حاجة في النظام والتزام وكمان تحكيم فالحكم من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير جدا أهلوية وغير أهلوية حكم لا يقليق ليه مباراة نهائية كمان من ضمن الحاجات السلبية في لعبي النادي الأهلي بعيد بقى على الفنيات انا اتكلمت في كل أمور اللي احنا نعدل منها لان دي حاجات لما نعدل منها تبقى إيجابية في صلاح منفعش النهاردة قرار واثنين وثلاثة من الحكم للأمانة ما شفت انا ما بقولش انت تروح تهاجم الحكم وتاخد انذار لكن احنا طيبين قوي ليه احنا طيبين قوي ومؤدبين قوي عالم كورة القدم اروح شريب اكرامي كابتل فريق اكيد مش هقدر يسيب مرمى لكن اروح ثلاثة اربع لعيبة في خطأ باين وواضح اللي هو مش خطأ اروح اربع لعبين احط ايدي ورى دهري اوصله المسج اللي انا بعترض باخلاقياتنا اكيد لكن بعترض واحد واثنين وثلاثة وايدي ورى دهري اللعبة اللي بعدها اكيد مش هقدر ياخد قرار ضدي بالشكل ده لكن بشوف اللي احنا طيبين جدا جدا وفي مبرانة هائية يا جماعة بالمناسبة بالمناسبة انا طبعا عشان اللعب يهاجم اللعب ده مش جوم دي نصيحة دي نصيحة ما ينفعش ابقى طيب في نهائي وبلعب فريق شارس لما تروح له على ملعبه هتشوفه الشراسة اللي انا بقوله لو الحكم اخد قرار ضد هتلاقي الجماهير وستة سبع لكن الجماهير عملت اعترض على الحكم في المدرج وانت اللي في الملعب دارب الجزاء صحيحة للاهلي ولا لاعب يروح للحكم ولا لاعب اصلي دي حاجات مش محتاجة تعليمات محتاجة خبرة جوال انتوا عارفين لقطتين شفتهم ورجعوا للمباراة لقطة فيها عماد متعب الراجل نزل لعب تمن دقايق ايه دي شات كرة على المرمى وفيه لعبة للنادي الاهلي عماد متعب راحله وحط قديو وراداره وكلمه واحتجاج موضوعي وبكل احترام فبعدها كرة مش فاول النادي الاهلي الديهن حصابها للنادي الاهلي يبقى الكلام بيجيب نتيجة زي ما أنا بقول ولا لا حس ضغطه فمش هيقدر لغير هو يدي قرار فيه لتزام وفيه لندباط اما هيبقى القام من الكرار اللي بعد كده انت بتحطه تحت ضغط زي ما هو بيقفلك وبيحرجم المباراة بلغة كرة القادر لعبة تانية عن استحياء في الشوت التاني في اخر الشوت التاني عبدالله السعيد ساول ليه على الكوس عبدالله جري عليه حط اي دورة داهره برضو اللعبة اللي بعدها الحكم هي دي لكن ده اللي انا بتكلم فيه ماينفعش ابقى طيب بالشكل ده انا بلعب في النادي الاهلي نادي كبير وليه جماهرية كبيرة والجماهير هي اللي بتلعب دورك جوه الملعب ماينفعش لازم اضغط ومابقاش طيب ولازم اتكلم يعني فيه كذا لعبة في وسط الملعب وفي الدفاع محتاجين الكلام مجرد ما تندي زميلك تعالى خلي بالك ايفل هنا تعالى خلي بالك لك قفلت المباراة خلينا كمان اول واحد هو بيستجيب اللي احنا بنقوله وطلب على طول يدخل معانا ويساند ويدعم النادي الاهلي كابت المعتز اينو كمان كان في المباراة مبارح معتز انا برحب بيك الاهلي يقدر كابت المعتز في المباراة النهاء ان شاء الله محتز تعالى هاو اتفضل بقولك الاهلي يقدر ان شاء الله في مباراة النهائي في المغرب طبعا انا شايد انا برحب بيك في الاول وسعيد اللي انا موجود معاك وفي قناة النادي الاهلي طبعا يمكن انا كنت سمعك قبل ما ادخل على الهواء بتتكلم على الحكم يعني الحكم اعتقد اللي هو صعب جدا الناس كلها شافت وانا كنت معاك مبرح في الاستاد انا على المصطوع الشخصي كأين وانا يعني طلع يعني ما يحسبليش حاجة مؤسرة مثلا وراح بها جمع والعيب يتضرب وبعدين يرجع يحسبلي مثلا حاجة نصف الملعب انا مش مستفيد فيها يعني زي ما تقول كده بيصالح الجمهور او هو حط يعني بينه بالنفس وغلط مثلا فجاي بقى يصالحني ويرادي الجمهور ويرادي الناس فبيتيني فاوض في نصف الملعب طب انا انا مش عايزي فده مش عايز اكتر كلامي على الحاكم انا عايز اتكلف في النقطة الاهم فضل وهي العربة النادي الاهلي والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي انا عايز اوصلهم اللي مش اول مرة النادي الاهلي يتحطى في المواقف ده انا شايف يعني مش عيب ولا حرام للنتيجة دي واحد واحد يعني مفيش اي مشكلة بل بالعكس ده وقت دلوقتي في الاربعة ايام دول او الخمس ايام دول لازم نساند اللعيبة لازم نقف جنب النادي الاهلي اتمنى الامن يسمح للجمهور على اقل يحضروا لهم تدريبة قبل ما يسافروا يروحوا المغرب على اقل تشد من ازرهم يقفوا جنبهم واللعيبة تحس اللي الجمهور وقف معهم ما يحسوش في اللي هم يعني فيه احباط عند الجمهور اعتقد اللي هم لو ازروا اللعيبة من مختار التش من الملعب ذات نفسه في التمرين اعتقد اللي دي هتدي دفع كبير اول اللعيبة وان شاء الله بأمر اللي جمهور النادي الاهلي عنده ثقة كبيرة في العب في النادي الاهلي وعلى يقين اللي هم هيروح يجيبوا البطولة من هناك ودي مش اول مرة كلنا يعني شفنا ماتش النجم هنا وبعدين شفنا نهاية افريقيا هناك جونا بوتريكا في استفاجس يعني كل الناس كتراخ على امل الخلاص لكن ربنا كرمنا وارجعنا بالبطولة فانا عايز اقول لدي مش اول مرة ايه المشكلة واحد واحد عندنا تسعين ديها كننا لعبنا شوط عندنا شوط تاني هناك انا معاك اللي لعيبة محترمة جدا لعبت الوداد وفريق محترم لازم كل الناس تكنله كل احترام لكن انا برضو في الاول وفي الاخر انا النادي الاهلي انا البطل انا حصل على البطولة اكتر من عشر مرات يعني وخلي بالك انا عايز اقول لك على حاجة كل الناس بتتكلم اللي لعبت الوداد اي نعم عاملين هنا يعتبر بالنسبة لهم بنتيجة ايجابية لكن انا عايز اقول لكم عاملين حساب قوي 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 للنادي الاهلي هناك على ملعبه عشان هما على يقين اللي النادي الاهلي بلعب خارج ارضه وفي المواقف الصعبة بيكون على قد المسئولية وبيعرف يجيب البطولة من بره ملعبه كمان الكثة مش بطولة ملعبه لا النادي الاهلي بيعرف يجيبها من بره فاتمنى ان شاء الله للعيبة تكون على قد المسئولية احنا كلنا وراكه سواء لعيبة جمهور ناس قدامة كل الناس بتتاند النادي الاهلي وان شاء الله بأمر الله يفرحه بامور النادي الاهلي بأمر الله وكلنا نفرح ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا على دعمك كلام محترم بتقوله عندنا ثقة في اللعبين اللعبين رجالة بمعنى الكلمة وهي المبارات النائية مدير الفني بيحط استراتيجية المدير الفني بيحط خطة المدير الفني بيذاكر الخصم قدامه وبيعمل سيناريو مع لعبته ده موجود اكيد هيبقى موجود لكن في مباريات اللعيب بكرة بأقدام اللعبين زي المباراة دي الاهلي يقدر زي ما قال المعتز وناس كتير باعتاري دلوقتي مسجدات كتير الاهلي ان شاء الله هيرجع بالكاس اه طبعا هيرجع بالكاس لكن مش عايز يبقى كلام يبقى زي مبارات الترجي كده كان بالنسبة لنا تخيلوا معايا وعايز اللعيب تفكر نفس اللي انا بقوله مبارات الترجي هدف ييجي فيك يصدلك احباط في نهاية شوت ينزل الاهلي العظيم بلعبته الرجالة يرجعك في المباراة ويصعد الدور اللي بعد كده مع مين فريق الترجي اللي من وجهة نظري فنيا من اقوى فرقة في البطولة بل الاقوى هي دي الحقيقة فعندنا ثقة في اللعيبة رجالة بمعنى الكلمة اللي يلعب يلعب المهم كل واحد يبزي المجود اللي عليه واحنا كجماهير حنسقف لما نلاقي فيه جهد وعرق مفزول سدوني بعيد عن الدغوط اصلا مفيش حد حيموت من مباراة مفيش حد فعلا حيموت من مباراة والحياة بتستمر وحتقفل الصفحة اخدت البطولة هنفرح ونبقى سعداء ماخدتش البطولة هنبقى هنغضب هنزعل شوي لكن هنحب الاهلي اكتر واكتر لان احنا بنحب الاهلي في المر وما فيش مر لان انا في النهائي وهنعشق الاهلي وهنفضل نعشقه عشان عندنا ثقة فيه وبلعبته وجهازه الفني طول الوقت صدقوني انا بنقول لكم صوت جماهير كتير جدا لكن ابزي المجهود كل نقطة عرق ما تبخلش بيها اتكلم مع الحاكم اتكلم مع زميلي اللعبة كبيرة تعمل اجتماعات دي مباريات ده لازم يحصل وكده انا متعب موجود وشريف موجود وفتح موجود وعبد الله موجود واللعبة الكبيرة ووليد سليمان كل لعبة كبيرة وحصام عشور الكل يتكلم لان الكلام في المباريات دي جزء كبير من اللعبة ممكن يبقى واحد بيستسهل الامور وبيركز ساعة المطش بس الكبير يما يكلمه يحفزه ويديله باور مش بالمكافآت ومش بالفلوس ومش باللانا زود المكافآت مفيش حاجة سماكد صدقوه الحافز فنلت النادي الاهلي عايزين تعرفوا ايه الحافز كمان تعالوا نشوف الصورة اللي جامير الاهلي بعتها لي ومنتشرة على السوشيال ميديا اتمنى من الصورة دي زي ما نجمينا محمد ابوتريجا كان بيعمل امور يعيش في المطش ويعيش في البطولة كان بيعمل الكلام ده وانا على المستوى الشخصي كنت بتعلم منه الحاجات دي للامان اللي انت تحط الهدف وتخلق لنفسك دوافع ولما تخلق لنفسك دوافع ربنا يكرمك اللي لما انت بتخلق لنفسك بتعيش جوا اه دي الصورة امام حضراتك فاكرين اسلام والصورة دي مرة تانية ما تعملش ضغط الراجل دموه على وشه هو وناس كثية وده ما يحطش ضغط زي ما بقول اقلب السلبيات الايجابيات الصورة دي منتشر على السوشال ميديا بعتالي اكتر من 250 الاوي سواء على صفحتنا او سواء على التليفوني الشخصي قلت لكم الحاجات المحترمة بتتعرض على طول في ثواني صورة معبرة والله انا لو لاعب في النادي الاقي اخد التليفون دي احطها على موبايلي اول ما افتح في كل مكالمة اول ما هكتب مسجل حد اشوفها اشوفها وتخلق لي حافز فيه ناس تقعد تنظر ايها بلاش الافورة ما احنا عندنا ناسة اه مش اه مش ايجابية اللي بيلعب في الاهل ويعيش حياة الكورة لازم يعمل ده تحط الصورة دي قدام عينيك لان حطها لي خليها موجودة خليها موجودة لان الصورة معبرة خليها موجودة اه لان فيه صورة تبقى بمليون كلمة وبمليون معنى فيه غيره كتير كده بالمناسبة مش عايز احصر الموضوع عند صورة اسلام بس لكن ده اهلاوي جدع اهلاوي وممكن حالة صحية صعبة لكن بصوا جماعة الاهلي والله العظيم درس للجميع هي دي المبادئ هي دي المبادئ كان في الاستاذ هي دي المبادئ هي دي القيم هم ده الاهلاوية الجدعان اللي موت نفسي عليهم هم ده الاهلاوية اللي حطوهم على عيني وعلى راسي هم ده الاهلاوية اللي بيخلوني شجاع واتكلم وما خافش هم ده الاهلاوية اللي بيروح من عشر الصبح عشان بيحب الاهلي ولما يتعادل ما يخسرش دموقع تنزل عشان عسف رقيته ترفع الكاس صورة معبرة ما تخافش يا اسلام اللي عيبها هتبقى رجالة اللعيبها هتموت نفسها الكابتن حسام هيحط أفضل تشكيله الكابتن حسام متحمل مسئولة واللعب بدون ضغوط احنا الاهلاوية اصعب الظروف ايه ما ناخدش البطولة هترجع تاخد البطولة من تاني لان ده الاهلاوية اتعايطش اللي شجع الاهلاوية دموعه ما تنزلش اللي شجع الاهلاوية يبقى ابتسامة وجميلة انا عارف اللي هو عنده ظروف يعني كلامه صعب او او قدرته على الكلام اسلامي قبلته كتير جدا لكن بوجيه لك رسالة ما تخافش على الاهلي لما اسلام موجود وكل اللي زي اسلام موجودين صدقون معانا كمان على الهاتف اللي مع مبادرتنا النهاردة كابتن عادل مصطفى كابتن عادل براحب بيك وحسألك قلنا بصراحة الاهلي قادر والمستحيل ليس اهلاو فعلا ولا يا كابتن عادل من وجهة نظرك اهلا بيك كابتن شادي وبرحب بيك وبرحب كل المشاهدين لأهلي احنا مشروح بعيد احنا يعني مغرل في المبارات اللي نجي كان عندنا اقافات وكان عندنا اصابات احمد فاتحي واحسام عشور انا شايف ان دول من اهم ركاز الفريق ونجي الاهلي قادر انه يكسب ويكسب مكسب كبير في المباراة بالنسبة لي انا يعني مش هقولك غير متوقعة ولكن ده العادي العادي تعودنا عن ابناء الاهلي ان مهما كان مين في الملعب الاهلي من حضر يعني مباراة صعبة والاهلي قادر يكسبها بمكسب كبير صح واهداف يعني جملة اهداف ما اقررتش ولا فترة طويلة جدا وصع مباراة سم الفينال تطلع بالنتيجة مباراة مباراة مبلح يعني ده وارد وارد ان يكون موجود اه فلت الوداد اريا فلت ناد الاهلي بشكل كويس في سوء توفيه طبعا من الناد الاهلي بعد الهدف كان فيه فرص ممكن تتسجل كانت ممكن تطلع بالنتيجة احسن اه الهدف برضو جاي من خطأ ممكن يعني صعب شوية ولكن الناد الاهلي برضو يعني انا وشاف مفيش مشكلة ان الاهلي اخب بطولات قبل كده من تونس اخب بطولتين في تونس اه ما عندناش اي مشكلة كان فيه مباراة التراجي واحد واحد في القاهرة مباراة الصفاقص فعني ماذا يعني متعود على ده ولكن محتاجة شغل كابتن عادل مرة تانية الاهلي يقدر كابتن عادل طبعا طبعا الاهلي يعودنا على طول انه برا جوه مباراة يعني كل الاجيال كل الاجيال اي حد لابت لابت نادي الاهلي تعود انه ما بيش حاجة مستحيلة طول ما انت يعني في دقايق بتتلعب في طول ما فيه نادي الاهلي داري حقق فيها حقق كابتن عادل كمدير فني بطروجيت ولاعب سابق بالنادي الاهلي وحققت بطروجيت دوري وافريقيا ومحزورات ده دورنا كمان نتكلم بطريقة اللعب اللي احنا فنيا كابتن عادل وانت من القراء اللي بتعجبني فنيا اكيد كابتن حسام مجهز من النهاردة يعمل ازاي بيذكر الفريق كويس لكن لو نقدر نقدم النصيحة نقدمها لأهلي ضاغط زي مباراة كده التراج يدي رسالة من البداية ولا يعمل ايه لا بصوا مبدعيا انت الحتة اللي نادي اللي اهلي ويع فيها او مش ويع فيها لنادي الاهلي النادي الوداد قدر يتعامل بشكل كويس ان هو يقدر يوفي منطقته من اللي اهلي بيع فيها من كونتر بشكل كويس يعرف يدي مساحات في ظهر المدافعين لأجايير والأذار وعلي معلول ومؤمن في انطلاقات كنت قدر تعملها وده اللي ساعد في مباراة النجم الهدف بدري الهدف مبكر خلافة النجم تخرج من مناطقها المتأخرة لان هده يستنى في نصف ملعبه فترة معينة يقدر يشتغل في ظهر الديفنس المدير الوداد فيه عندهم اخطاء كتيرة جدا عندهم بطء في التحركات فلو قدر تطلعهم من مناطقهم فتقدر الشغل هذا كويس ولكن الضغط البدري طبيعي مش باستمرارية بس تحسسهم ان انت موجود بتدخل في الجن من بدري ولكن لازم يكون في استراتيجيات انت تبقى موجود من تلتم ملعب تسيب نساحة تقطير الشغل فيها ولكن حتى ان انت تبقى عندك استحواز هتبقى عندك انت مشكلة هو هيبدأ يلعب هيبدأ هو يستنفذك ويبدأ هو ممكن يسجل بشكل ملحوظ بالنزال بس فدي انا شاف ان دي من النقط المهمة جدا في الممبراط المغرب واتمنى ان الامور تمشي بشكل كويس وانا شاف ان الاهلي يقدر يقدر في البطولة بيقدر بشكل كويس جدا انا شاف ان الحاجة مش بعيدة شاف ان البطولة مش بعيدة خلصا من الاهلي كابتن عادل انا بشكرك على دعمك بشكرك شكرا جزيلا على كلامك المحترم كمان نجوم بتتصل بنا كابتن سامير كمونة برحب بيك وفي الكرة والجماهيرة كابتن سامير كابتن شاد ساخير ايه الابطار كله زال فل الحمد لله كابتن سامير اعسألك زي ما بسأل نجومنا الاهلي يقدر كابتن سامير اه طبعا مجيش شك يعني احنا النادي الاهلي قدر ان هو يعدل المباراة العودة تقلق المغرب وقتان فرقة محترمة لتكارة الودات المباراة اللي هنا الحقيقة يمكن النادي الاهلي عمل كل المطلوب منه سواء من ناحية دفاعية سواء من ناحية نحية تنظيم دفاعي تنظيم مهومي تاكس اللي كان بلعب به كان محتام كل ده طبعا الفرقة عملت لعليها ومباراة كانت صعبة جدا للغاية مع ضغط الجماهير طبعا بعض الاصابات اختار طبعا على هداء الاهلي لكن الاهلي قادر طبعا ان هو يفوز بالبطولة ان شاء الله وإحنا حصلنا في المقربة كبشهادي وانت قسي بتلعب يعني حضرت المواقف دي الحقيقة يعني ثلاث مرات قبل كده كابتن سمير متفائل 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 لان طبعا عندنا العيبة عندها خبرات تقدر تتعامل مع المباراة بشكل محترم جدا جهاز تتني على اعلى مستوى بيجهاز شكرا حسين البدري طبعا تفاولي طبعا عن تجربة قبل كده كل بطولات اللي نادي الاهلي اخذها النهايات بالذات كان بيحتم الموقف بطالته انا متفائل وحتى جمير مصر وجمير نادي الاهلي كلها لما بنتكلم معايا حتى في الشارع كبشهادي بيقول الاهلي النادي الاهلي اخوز على الوداد بحقر دار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وده طبعا استقا دي موجودة مع جمير نادي الاهلي والعادة النادي الاهلي ومشادي نادي الاهلي اللي هم بيطري عليهم السؤال دوت انا شايف ان نقدر نعادل ان شاء الله ومتفائل كابتن سامير كمونة كمان بشكرك على دعمك بشكرك شكرا جزيلا أنا كابتن سامير هتلاقوا كده كل واحد لبس فنلة النادي الاهلي طول الوقت تبقى متفائل والحياة بتستمر بالنسباله النادي الاهلي مخسرش النادي الاهلي بقدر اللي هو في التراجي ده قريب جدا بالمناسبة ده من ايام تتعدى على صوابع اليد اللي مش قادر يكون متفائل واللي رمى الفوتا انا بفضل اللي يسكت سيب اللي متفائل يشتغل ويكتب ايجابي لان لعبتنا بالفعل رجال عندنا تيم قوي صدقوني معنا مدير فني محترم انت بتصدر ثقة وطفائل ده في اللحظات دي ده في اللحظات دي صدقوني يا جماعة بنتكلم ده اللي احنا تعلمناه وده اللي احنا شفناه على مدار التاريخ مع العيبة قابلينا وفي جنة واللي بعدنا مش عايزة اتكلم في الزكريات لان الزكريات ما بتلعبش الزكريات اه حصل مع النادي القلي الكلام ده حصل لكن بالاندباط والالتزام والرجولة والجدعانة وتحمل المسؤولية وتحمل شرط النادي القلي واللي انت تعيش في المباراة مرة تانية هارد لكو تاني وتالت ورابع انا مش عايزة احط الضغوط انا عايزة الصورة بس لا عايزة الصورة بس يا جماعة بتاعت اسلام قبل من حط الصورة معنا كمان مكالمة مهمة جدا لاننا هقول كلمة حق المكالمة دي بالنسبة لي مهمة لان انا شفت كابتن مجد عبدالغاني مبارح في الاستان بيتعامل مع المباراة كانه واحد من الجمهور نسي اللي هو مسؤول جاني يمثل اتحاد الكرة القدم نسي اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي الرجل كان بيشجع مع اللي بيشجعه ولا ده نفاق ولا رياء لحد كابتن مجد عبدالغاني برحب بحضرتك اقلم بيك يا شادي ازاي وحشني كتير كابتن مجد النادي الاهلي ده خيره علينا كلنا طبعا طبعا حياتنا والنادي الاهلي ده يعني هو اللي عمل اثمينا ولو فضل علينا لازم نبذينا مش ده الجمهور اقل من الجمهور كمان كابتن مجد انا شفتك مبارح في موقف عجبني جدا جدا بعد المباراة سواء وانت خارج من الاستاذ وبتكلم الجماهير في الشارع وعمل تقولهم هنرجع بالكاس ان شاء الله ليه كنت بتقولهم كده كابتن مجد ان شاء الله والله عندي عندي ثقة في لعبتنا ان شاء الله بسم الله رب وعندي ثقة في الله ان ربنا مش هيخزلنا وعندي ثقة في الناس اللي اشتغلت مجلس ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني اللي اشتغلوا باخلاص وبكفاءة وبجد الناس دي بذلت مجود كبير جدا جدا خلال مشوارها في الحقيقة في ادارة النادي الاهلي عملوا مارسة رائع وعملوا نادي رائع وعملوا نادي ستة اكتوبر اكتر من رائع يعني كان نفس ان ربنا يعني ينهي المشوار في اسكندرية لكنه ربنا اراد ان نستنى لحد مباراة الدار البيضة وان شاء الله عشان تبقى الفرحة اكبر واقوى بإذن الله كابتن مجدي كلعب كورة سابق وواحد من نجوم وولاد النادي الاهلي الاهلي يقدر يا كابتن مجدي الاهلي يقدر طبعا انت شوفت المباراة بتاعت انبارح الاهلي كان مسيطر في الشيط الاولاني تمام والاهلي ضايع اجوان كتير جدا والجن اللي جدناه بدري بفتح فرقة الوداد في الحقيقة وضيعنا بعدها هدف الزار وكنا مسيطرين على المباراة وهم مرحوش عدون غير بالكورة اللي جدون للأسف الشديد في الشوط الاول يعني الاهلي اللي عمل ده هنا يقدر يعمله هناك وعندنا امثلة كتيرة فوز الاهلي على النجم برا وفوز الاهلي على التراجي برا يعني فوز الاهلي على النجم هنا قصدي وفوز الاهلي على التراجي وعلى السفاكس يعني عندنا تاريخ مع كرة القدم المغاربية سواء تونس او كزار او المغرب الحمد لله يعني لنا تاريخ مشرف ولعبتنا يعني تحت الضغط ده بيبقى عندهم ثقة وبيبقى عندهم استرار على تحقيق حاجة ان شاء الله بإذن الله هقوها بإذن الله ان شاء الله يعني كابتن مجدي كأكيد في جيل عظيم حضرتك واحد منه لعبت معاه مرتب مواقف كتير جدا نصحة الكابتن مجدي عبدالغاني اللي لعبت النادي الاهلي في المواقف دي تقول لهم ايه قل لهم الهدوء ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بجون هناك ان شاء الله يصعب المسئولية على فرقة الهداد اقول لهم لازم تتكتفوا اليومين اللي جايون انا يعني حس اللعبة متكتفة لازم الفترة اللي جاية كابتن حسام وكابتن حسام اللي عايز اقول لها كابتن حسام انت بنتك عملت حادثة في كندا وانت ما روحتش تتطمن عليها وكانت في البداية الحالة حرجة والحمد الله يا كوريسة دلوقتي بقول لها كابتن حسام التضحية اللي انت عملتها دي نعملها شغل ابن من ابناء النادي الالي وانت بلتعلي ابن من ابناء النادي الالي المخلصين وطول عمرك كانوا بندهولك حسام البدر يا راجل لانك كنت بتلعب برجولة وبإخلاص ان شاء الله بإذن الله تقدر تشيل الكاف هو ده الهدية اللي تاخدها توديها لبنتك بإذن الله لما ننتهي من بطولة افريقيا وتبقى مكافأة من ربنا لك بإذن الله انك انت تحمل على نفسك ويعني ما سافرتش عشقات النبيك وعشقات فرقتك فيعني ان شاء الله بإذن الله اللعيبة قديت حاسة بالمسؤولية نحتاجين عبد الله بس لفوق الماتش اللي جاي نحتاجين أجايق من أفضل من الماتش اللي فات نحتاجين أزاره ربنا يكرمه ويرجع للعمل في الماتش النجم يعني ان شاء الله بإذن الله كل دول وليد سليمان برضو نفس القصة يرجع للمستوى اللي كانت في مبورات النجم ان شاء الله بإذن الله اللعيبة تبقى في حالتها ويقدروا يحققوا حلم يعني المصرين كلهم عايز أقول أهلاوه زمال كاوس معاملاوه كل مصريين بتتمنى أن دلال يرجع بالكاس بإذن الله ويطيب انتصار مع انتصار رجوع أو وصول منتخب مصر بكاس العالم بإذن الله ان شاء الله واحد من نجوم النادي الأهلي وعضو مجلس دار اتحاد كرة قدم كابتن مجدي عبدالغاني بشكر حضرتك شكرا جزيلا ما بحبش أدخل في تفاصيل لكن كابتن مجدي هيخلينا نقول انتخال بنتك عملية خطيرة جدا أو مش عملية حادث خطير جدا جدا والمعلومات اللي عندي اللي قدرت توصلها اللي هي شرخة أو كسر في الجمجمة وبنتك خارج مصر وانت تقعد تركز في مباراة وتسيب بالكلام دوت ما بيعملهاش غير أبناء النادي الأهلي المخلصين لأنا بتكلم بمنتقى الأمان اللي انت بتنسى وتتحمل مسؤولية شغلك وموقف صعب جدا ده 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 خليني أقول لحضراتكو ده موقف محترم مشرف وهو دايما التاريخ ما بنساش المواقف المحترمة دي ولكن أنا كمان بدم إيدي لإيديك والأهلي يقدر ويقدر ونص وهقول زي ما بتقوله على السوشال ميديا المستحيل ليس ألوي آه طبعا آه طبعا لعبت النادي الأهلي على مدر التاريخ رجالة وجدعان وفي المواقف دي بيبان معدن ولاد النادي الأهلي في المباراة الصعبة بيبان الرجولة في الأداء والإيد بتبقى واحدة الجميع بيعمل ده والإيد بتبقى واحدة على مستوى الترس اللي أنا بقول له حضراتكو اللي كل الأهلاوي ببقوا عاملين كده وبينسوا أي حاجات شخصية عشان خاطر الأهلي الكبير العظيم الكيان اللي خيره علينا كلنا كمان نروح على واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد أبو مسلم كابتن أحمد برحب بيك كابتن أحمد أخبرك الحمد لله الحمد لله كابتن أحمد احنا عارفين نتيجة ممكن غير مريحة ولكن النهاردة رسالتنا في البرنامج المستحيل ليس أهلاوي متفاعل لا لا إن شاء الله متفاعل طبعا شادي تعرف أبناء النادي الأهلي وما كان موجود في النادي الأهلي الاحتمال حتى لوحدة المية لازم بقاطر عليه لحدنا ما تجيبه لسه المبرارة ما خلصتش فيه جولتين الجولة الأوانية خلصت مصر وأقرب دليل فترة اللي فاتت لأنا كنا موجودين كان عندنا مشكلة مع الليجة بباك اللي هو حصل لو أخذ البطولة والتراجي نفس المواقف جلسنا اللي فتبان في الصعاب والمسؤولية وعن ضبط حمل المسؤولية كبير جدا اللي قادر بأي حد بأي جيل من الأديال لنا كلها متكادفة وإحنا صبرت لليهم دلوقتي والناس كلها ماضر كلها اللي أتلقاء للدلوقتي فإن شاء الله لأنا قادر بكل حال يعني ما فيش أي مشكلة ما فيش مستحيل لأتلقاء للبلع في ندل أهلي يا شادي ما عندوش حال اسلامه مستحيل أبو مسلم أنت أتذكر مواقف كتير يعني زي دي تخلى فيه فرق بتقابلها مخسرتش منها خالص لما نرجع بالتاريخ لورا مش أتكلم كمان على مستوى المبارات النهائية لما روحنا قابلنا بترو أتلتكو وإنت جبت في المبارات دي هدف وكان بيقول لك سبعة أصفر ثمانت أصفر مبارات وعندك شباب بوليزاد شباب بوليزاد كنت نادم تكسر طبعا وعندك صفاكس وعندك فرق كتير فالناد الألف جميع المراحل وجميع اللي فيها أي حتة تحت مسؤولية الرجال اللي عيبة الرجالة وقدرة اللي هي ترجع إن شاء الله بالخص وإن شاء الله هو بس حدوء الفترة دي التركيز إن شاء الله وإحنا وراهم في كل حاجة فأكيد إن شاء الله هتيجي بإذن الله كابتن أحمد حسألك رسالتك للعبين لأنه دي فيه مباريات كده خلاص الجهاز الفني رسالتك ليهم إيه هتقول لهم إيه لا أهم حاجة هم يهدوا خالص الشيدي أهم حاجة المكسر هيجي في الدقيقة حتى 95 أو 96 نعرف نبغني بك فأي واس أهم حاجة يكون مركزين جامد جدا عندهم الهدوء أهم واسكنش نفسيهم طبعا وديه طبيعي كابتن حسن نفس الكلام أهم حاجة الهدوء وأهم حاجة التركيز ويعرفوا اللي إحنا الماضي دوت هيفرح مش خمسين ستين ألف لما في مصر بقى فرح ملايين احنا تمامين ألف 30 ألف مليون مصري يعني مصر باسم مصر كلها فإن شاء الله هما يرجعون وهم قادرين على كده كل مواقف الصعبة الجال في ناد الأهلي بيباني في المواقف الصعبة إن شاء الله كابتن أحمد أبو مصالب أنا بشكرك على كلامك المحترم شكرا جزيلا لعيبة كتير جدا جدا بتدخل معنا وبتتكلم وبنتساند النادي الأهلي كمان معنا واحد دلوقتي من جيل 2012 كان موجود النادي الأهلي كانت الأمور صعبة عاش الأجواء دي اللي احنا فيها دلوقتي وروحنا الترجي وقدنا مباراة أكثر من رائعة ونزل وكان موجود عمل أداء أكثر من رائعة كابتن سيد حمدي برحب بيها كابتن سيد كابتن سيد تحاية لك وتحاية الجمهور كابتن سيد انت عشت نفس الأجواء دي شفت نفس الأجواء دي سافرت وكان عندنا ثقة فيكم جبت هدف مباراة الترجي هناك تقلقت انت وزميلك الأهل يقدر يا كابتن سيد ده السؤال بنسأله لكل نجومنا النهاردة أكيد يعني كابتن المحترمين اللي أريد دخل ومدخل كلهم نجوم وعصروا نفس الموقف يعني أنا كان ليه تجربة في 2012 مع فريك كبير برضه فصد جمهوره ما يقلش عن نادي الوداد شايف إن شاء الله لعبتي الأهل اللي بيخبروهم بالجهزة للفن إن شاء الله بجمهوره إن شاء الله بإذن الله يرجعونا بالجهزة جد كابتن سيد وأنا بقدمك قلت انت عيشت نفس الظروف والأجواء قبل كده في 2012 مع كابتن حسام البدري كان مدير فني ومع مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المباراة تقت في مصر واحد واحد صح كده الكابتن حسام قال لكو إيه بعدها وقعد معاك وقال لكو إيه ما فيش يعني حسيتم إن الأمر رجع يعني حسيتم إن خلاص البطولة قمت بحديتش بإحساس تعيش شخصي يعني أقول المرة أشاركت بطولة زي كده لما انتحت الممراكب حسيتم إنه قاتل موقف عادية لو إنه واصف في لعبة الناج الأهلي مع مدار الأجيال لعبة الاهلي عندها الخبر الكافي أن هي تلعب أرضها برأرضها كان كل الكلام خلاص يا رجالة شوت خالص في الطهرة إن شاء الله بإذن الله تقدروا تقدروا جبن البطولة من التراجي يعني في المطرف في تونس يعني كان الكلام بالضبط اللي حصل من جنيب العيبة بين الجهاز كابتن سيد شعارنا النهاردة في الحلقة المستحيل ليس أهلاوي يعني ما فيش حاجة النهاردة قال لي طول ما هو موجود طول ما فيه بطولات طول ما فيه حاجات أعجاز بتحصل على سبيل المثال أنا قلت في المنية تتعدى على صوابع الإيد مباراة التراجي وجاء فيك هدف والأهلي كمان بيرجع مش من خلال بقى أنا متكلمش على مباراة واستعدل لأنت لازم تكسب بس إنت هدف جاء فيك ضيع كل التموح والأهلي يرجع يجبها ده فين ويسعد للدور اللي بعد كده المستحيل فعلا ليس أهلاوي كابتن سيد أكيد طبعا أنا كابتن شادي وعايز أشكر اللعيب على المقود الكبير اللي بيعملوه آآ بصراحة بيأدوا أداء كويس أداء محترم بشكر الجهاز الجهاز المعاون للكابتن حسام آآ وبالذات البدني ما شاء الله لعب الأهلي وقف عن رجلية آآ جهاز الفني فيه لعبية بطريقة كبيرة جدا ومصابة باللعاب اللي بتدخل بيأدوا نفس المعام بتضبط فأنا شايف منه الأهلي فعلا بسيكين جمهور الأهلي ما بيرضاش غير بالبطولة أنا شايف الأهلي عام مصابة شكبير جدا المصابة اللي فات آآ إن كان فيه مصابة لي آآ كسب ستة وقدم أبراء كوية فإن كان أثرت عليه شوية صح آآ من ناحية البدنية آآ وانا شايف إن آآ اللي كان كذبان ودخل في جول آآ يعني حاجمه واحدة بسدخل في الأهلي أنا شايف الآن لأ آآ بيأدوا بشكل كويس وإن شاء الله يكون التوفيق وحليف إن شاء الله بالنهاية كابتن سيد حمدي واحد من نجوم النادي الأهلي وقدر يحاب طولت أفريقيا مع النادي الأهلي وعاش نفس الظروف أنا بشكرك شكرا جزيلا حاجة أخيرة قبل فيه تقرير مهم جدا عايز حضراتكم تسمعوه أنا قلتلكم جاي متخلي عن كرسي المزيع في حلقة النهاردة بتكلم كواحد منكم بدردش معاكم بنحاول ندخل النجوم لكن بتعامل حتى في الأسئلة بالزبط كجمهور كجمهور واعي خايف على الفريق مركز في كل صغيرة وكبيرة عايزة ساند عايزة أدعم نادية اللي أنا بحبه عايزة أشجع قاعد في مدرج الدرجة التالتة أو التانية بتكلم باسموك بس بصوت العقل شوي حصل حاجة مبارح خارج الموضوع لكن مهم جدا عشان نعرفه وقبل ما أتكلم فيها أنا بشكر جدا جدا مأمور اسم العمرية بشكر جدا جدا رؤساء المباحث كلهم اللي هناك بشكر أصغر عسكري هناك حاجة محترمة جدا جدا ناس محترمة ناس متفاهمة ومن غير مقحم نفسي في مواضيع لأن لما الواحد يعمل حاجة مش مطلوب المزايدات ومش مطلوب كلام لكن عايزة أوضح صورة في ناس لازم تتقي ربنا شوية الناس عدمي الضمير اللي معدومين معدومش ضمير خالص بيعملوا تذاكر مزورة فبالتالي كان فيه لجام موجودة بعد بوابات اسكندري عشان تشوف التذاكر وتقولك اتفضل ففيه ناس شباب زي الفل وشباب محترم ما يعرفوش اللي التذاكر اللي هم قطعوها بفلوسهم وما يعرفش ايه تعبوا عشان يجي فلوس التذاكر دي واخدوها بسعر غالي تذاكر مزورة فمجموعة كبيرة جدا 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 يتعدد تلتمية ربعمية واحد فبالتالي الأمن بيتعامل يقولوا يا ابني ده تذكرة مزورة فبالتالي بياخدوا الاسم بيخرجهم اه لكن مش هينفع يدخلوا الاستاذ بتذكرة مزورة فاللي بيعمل التذاكر المزورة دي منه لله لان انت بتعرض شباب زي الورد اللي هي تدخل اسم وتقعد فيه والناس بيبقى صعبان عليها انا شفت بعناي انا بحكي لحضراتكم المشهد اللي انا شفت فوانا مسافر في الطريق مسافروا معايا ابني وراحين في الطريق جلنا تليفونات ده فيه الشباب من عرفوش عمال يكلمنا انا معرفش منهم جابوا الرقم ازاي اساسا وتواصلوا ازاي اتضح لي بعد كده جابوا الرقم عن طريق اه يعني احد فريق العمل معاي رحت هناك لقيت ربعومة واحد فاول ما دخلت انا اللي احنا اللي كلمنا حضرتك دخلت لقيت معاملة طيبة جدا جدا من مأمور ورؤساء المباحث وهي دي الامانة تقتضي اللي انا احكي المشهد اللي انا شفته فاستغربت وقام لي واحد حتى الزبط يقول لي ده مهندس ومعاه تذكارة مزورة طب انا عايز اخرجه بس اخرجه ازاي بتذكارة مزورة فاولت له كان معايا لناس واخد لها تذكر هتقابلني عند اللي استادة عشان تدخل بيها فاولت له انا معايا ينفع يخرجه ومعايا طلعت اكتر من 15 تذكارة وراجل خرج بالعدد ده خرج مجموعة فالناس خرجت مجموعة كبيرة لكن مش هقدر اخرج ربعمية ده المنطق وده العقل لكن هقدر اجيب حق اقوى عن طريق الناس اللي بتزور لازم الناس دي تقابد عليها لازم الناس دي تتمسك في اسرع وقت الناس دي بتعرض شباب زي الورد يبقى جوه الاسم الناس دي بتعرض ناس بتحب النادي الاهلي ومسافرة هو ما يعرفش اللي في ايده دي مزورة ولا لأ ومش هيقعد يبص فيها هو بقى فرحان مجرد ما ياخد التذكارة فخرج اللي خرج وعرفت المعلومة دي قعدت اكتر من ساعة برة حتى وصلنا لاستاد متأخرين فقالك لازم يجي قرار من مدير امن اسكندري فانا اعلم تماما لان بشوف مدير امن اسكندريا في المطشاط روحنا لان البوابات قفلت توصلنا عن طريق رؤسامة بحثت قالك ايه ده على الساعة عشرة تسعة هيخرجوا وهنحاول فيه يخرجوا يتفرجوا على الاقل يتفرجوا على المباراة في الكافيات المحيطة لان كده كده مش هينفع يروحوا عشان معاهم متذاكر مزور ليه بحكي الكلام ده عشان نقطتين حتى دي ما سابوهاش مزايدات احنا مش عايزين كلمة شكر مش عايزين بس عملنا حاجة بسيطة نقدر في ادنا نعمله مرحمتناش مصبتناش كلام سلبي يا عم شكرا احنا مسامحين لكن انا دوري اللي انا اتكلم عن الناس اللي بتزور بتقوا ربنا بتدخل ازاي بتقبل فلوس حرام ازاي بتقبل فلوس حرام ازاي بتقبل الزميلك اوام الزميلك بقى لان انت زميلك اكيد النصابين والفزدين والمنتفعين دول اكيد هما اللي زميلك لكن مش هيبقوا زميلك ابدا اللي انا شفتهم مش هيبقوا زميلك ابدا اللي انا شفتهم وموجودين في مكان ما يصحش يبقوا موجودين فيه لان هما بيحبوا الاهل بجد وميعرفوش اللي هما معاهم تذكرة مزورة اتمنى اللي هنا الشرطة اللي انا شفتهم المحترمين امسكوا الناس دي امسكوا الناس دي اللي بشباب زي الورد بيتمسكوا وبقى في الاسم بسببهم شوفوا بتتبع فين ولا مين بيدوها لهم ندور على ده كلنا ونعقبوا أشد العقاب لو مساكنا واحد وعقبناه أشد العقاب والله لا يجرؤ يعمل كده لأن دي سقافتنا لما يبقى فيه رضع من أول مرة مش هتلاقوا حد يعمل كده أبدا فمرة تانية حمد الله على سلامتكم ومش عايزين أي شكر من أي حد ده بشوف اللي ده واجب عرفنا معلومة وكان معنا حد مفرق العمل تواصل بسرعة وعادي جدا وأمور طبيعية جدا وبشوف اللي أي حد مش احنا أي حد ما كاننا لازم يعمل كده لو تقدر تخرج ناس خرجها طالما فيه أمور مش مظبوطة هم تضروا يعيني من غير ما يعرفوا فالحاجة الأخيرة اللي أنا حنهي بيها الموضوع بشكر مأمور اسم العمرية كل الرؤساء المباحث أعتقد إسلام قريرة رئيس مباحث هناك حاجة مشرفة حاجة محترمة بيعمل الناس بأدب قال لي والله هخرجهم والراجل قال لي كده طيق أعمل إيه مفيش حاجة بإيدي عملها غير كده بشكر كل العساكر اللي عملت الناس باحترام كل من أصغر واحد لأكبر واحد لأن دي العلاقة المفروض حتى الناس قامت بدورها ده اللي أنا شفته وبنقن سورة لحضراتكم فأتمنى اللي احنا نمسك الناس اللي بتزور التذكر دي ناس ما عندهاش ضمير عديمة الضمير زيها زي الفزدين والمزورين والمنتفعين فأتمنى الناس دي تتمسك فأسرع وقت وإحنا نساعدكم في ده إن شاء الله نروح نشوف تقرير مهم جدا عايزكم تسمعوه المستحيل ليس أهلاوي ونرجع لحضراتكم موسيقى المستحيل ليس أهلاوي مش مجرد جملة بيرددها جمهوري الأهلي عشان يصبر نفسه بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام الوداد المغربي أمس بنهاء دور الأبطال الأفريقي المستحيل ليس أهلاوي هي حقيقة وأصبحت واقع عند الجميع بما فيهم منافس الأهلي في كل البطولات فالأهلي تعرض لمثل هذا الموقف من قبل مرتين على أرضه بنهاء نفس البطولة ومع فرق لها باع طويلة فمن منا ينسى مهاء البطولة عام 2006 والتي شهدت تعادل الأهلي في مباراة الذهاب القاهرة أمام الصفاقس التونسي بهدف لكل فريق وظن الجميع أن المرض الأحمر قد خسر البطولة واحتفل جمهور ولاعب الصفاقسي داخل الإستاذ لكن جماهير الأهلي قالتها وبكل قوة المستحيل ليس أهلاوي وأسافرت خلف الفريق كما لم تسافر من قبل وقامت بالتواجد بأعداد كثيرة ملأت مدرجا كاملا داخل ملع عبرادس وبالفعل لم تخزي لهم كتيبة المقاتلين الحمر وأفاز الأهلي بهدف أبو تريكا اللي محدش يقدر ينسها وتكرر الأمر مرة أخرى في نهاية دور الأبطال أيضا بس سنة 2012 وتعادل الأهلي برضو واحد وواحد بس المرة دي على استاذ برج العرب وأيضا احتفل الجماهير الترجي واحتفل معها اللاعبين التونسى ظن منهم أن البطولة قد حسمت ولكن كانت جماهير الأهلي على العهد ولم تفقد الأمل ووضعت كلمة المستحيل ليس أهلاوي نصب عينيها وزحفت إلى رادس بعدد أكبر من كل مرة وبالفعل فاز الأهلي على الترجي وحصل على البطولة من الترجي بالفوز عليف ملعب اثنين واحد ليتأكد للجميع أن الأهلي لا يعرف المستحيل وأن الأميرة السمراء هي عشقه الأول ويعرف جيدا كيف يحصل عليها خارج الضيار وبالأمس البعيد استطاع الأهلي أيضا أن يعود من رادس بفوز قاتل على الترجي بهدفين لهدف أيضا بعد التعادل في برج العرب بهدفين لكل فريق بدور الثمانية لدور الأبطال ليرسخ فكرة أن لاعب الأهلي لا يعرفون المستحيل ويؤكد مقولة الجمهور الأحمر بأن المستحيل ليس أهلاوي فالفرصة لازال قائمة في مباراة العودة ليرد الأهلي على جميع منتقديه وأيضا الشامتين فيه ويعود من المغرب بانتصار تاريخي آخر يرسخ عظمة وقوة الأهل المصري الذي يعرفها الدامي والقاصي العبو برجولة موتوا على الكورة أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دايما في كلمات أغاني جماهير النادي الأهلي كلمات معبرة كلمات مؤسرة بيوصل منها بيوصل لنا على طول سواء من كل أغانيهم حتى على مستوى المتشاط وأنت بتروح وتتفرج بتشوف يقولك من تلتة شمال تلاقي المنافس بيرتبك هما بيقولوها تخد تلاقي تحس كل كرسي في الأستاذ بيتحرك هي دي الحقيقة لما يجي يقولك الحلوة والمرة معاك هو بيوصل لك رسالة اللي أنا مش تخسر حبعد عنك لا في أي موقف أنا معاك وفي دهرك لما يجي يقولك زي الكلمات الموجودة دلوقتي أنا سافر وراك في كل مكان مش هاسيبك تروح برج العرب تروح أستاذ القاهرة تروح جونة تروح أي مكان أنا في دهرك ومعاك هتروح برا مصر برضو أنا معاك نروح كمان نشوف رسالة أو جماهير النادي الأهلي التقرير دا ليكو ونرجع لحضراتكم مرة تانية جينا ورا من كل مكان أعظم فريق شاف إنسان عشت معه أجمل أيام أعمل عشان المستحيل أمشي ورا ولو ألف ميل عمري مرضى بغير بديل هفضل ألها وبأعلى صوت هفضل ألها الحد مموت الأهلي دايما دايما فوق هتاف يردنه جمهور الأهلي الذي يحرك الصخرة هذا الهتاف الذي يؤكد أن هذا الجمهور هو الأعظم بين جماهير العالم جمهور الأهلي الذي أصر بالأمس على تحية لاعبه بعد التعادل المخيب للآمال أمام الوداد المغربي بهدف لكل فريق وأتف بقوة أفريقيا يا أهلي وطالب اللاعبين بعدم اليأس وأرسل اللاعبين رسالة لا تستسلموا فقد فعلناها من قبل كثيرا ونحن على العهد معكم وننتظر منكم الكثير هذه الجماهير الواعية التي عانت للحصول على تذكرة اللقاء وزحفت لبرج العربي من التاسعة صباحا وتحملت مشقص الصفر والانتظار في طوابير التفتيش حتى وصلت للمدرد لمؤازرة عشقهم الأول والأخير ولم يصمتوا لحظة واستمروا في الغناء والهتاف للفريق طوال اللقاء لهم منا كل التحية على ما قاموا به خاصة وأنه ليس بجديد عليهم جماهير الأهلي أكدت لجميع بالأمس أنها لا تفقد السقة في لائبيها وفي قدرتهم على تحقيق اللقب الأفريقي والعودة به من المغرب جمهور الأهل العظيم كنتم دائما على العهد وكنتم دائما كما عهدناكم خلف فريقكم ننتظركم بالمغرب بملعب محمد الخامس خلف فريقكم لتحتفلوا معه بمشيئة الله بالكأس الأفريقية التاسعة فأنتم من تصنعون النجوم ومن أدلكم تنعبوا كرة القدم جينا وراء من كل مكان مع صنفاري شافوا إنسان عشتي وراء أجمال أيام إيه يا إيه يا إيه يا يوم نعمل عشانه المستحيل نمشي وراء لو ألف مين عمري مرضى غير وبديل كل ما أنتم موجودين مع العلقة نادي الأهل الرجالة مع الجهاز الفني المحترم ما فيش حاجة اسمها مستحيل في حاجة اسمها إصرار وعزيمة وتحدي لأن إحنا مش نادي عادي إحنا نادي البطولات نادي الإنجازات نادي النجاحات الكبيرة جدا نادي الإعجاز في مباريات في تاريخ النادي الأهل الواحد ما يصدقش بيحصل فيها مواقف عايشة في وجدان من 1907 لغاية النهاردة عزيزي كمان أقولكم ما تنسوش تاريخكم فيه إيه ما تنسوش تاريخكم كونفدرالية ملعب بالكامل بيقول يا رب الكل نسي المناصب الكل نسي الكراسي وزير بيجري ورئيس نادي بيجري ونجوم بتجري جوال الأستاذ بعد هدف الرائع عمد متعب في كونفدرالية ما تنسوش الصفاقس آه ده تاريخ بس بحكي لكم التاريخ بيبقى مرتبط بالحاجات اللي أنا قلتها لكم رجولة وجدعانة وإنكار الزاد وإخلاص لفنانة النادي الأهلي وتحمل مسؤولية الجماهير وكل حاجة كويسة اللي بيعمل كده تلاقي التاريخ الكبير مش هفكركم وخلاص حكيت كتير الصفاقس اللي حصل فيه وتفاصيله والاجتماعات اللي كتن موجودة فيه وتقال إيه وحصل إيه جوه وبرا الملعب مش هكلمكم على 2012 مع حسام البدري وبوتريكا وبركات ومجموعة كبيرة جداً من اللاعبين مش عايزة أنسى حد وجده وسيد حمدي وشريف عبد الفضيل لما عملوا الحاجات دي ربنا كفقهم رجعوننا بالكاس واللي بيظلل ده وبياخدك في حضنك جمهورك جمهورك اللي عمره ما يتخلى عنك سيبك من 50-60 واحد على السوشيال ميديا اللي قاعدين مش عاجبهم العجب تخيلوا حتى على مستوى الأهلي لما جاب الألعاب كلها أفريقيا في الدوري وفي اليد وفي السلة مدوش النجاحات على قد لما أنت تخصى ما تكلموش كانوا سموا يعني أنا آسف على الكلمة كمان أنا آسف ما كانوش بينتقوا ما كانوش بيقولوا أي حاجة مرة تانية أنا باعتذر لأن في برنامج هنا بحافظ على كل كلمة بقولها لكن بتكلم بمشاعري وأول ما الأهلي خسر مباراة عايز يعملها بورباجاندا شو زوفرينيا كاننا مش فاهمين ولا عارفين طب ما دتش الأهلي حقه ليه لما أخد كل حاجة لأن ما كانش عاجبك لأن أنت مش أهلاوي أهلاوي في أوقات معينة هي دي الحقيقة فمن هنا بنصك في الجماهير المحترمة المتفقلة اللي وقفة جنب لعابتها بنصك في لعابتنا الرجالة بنصك في جهازنا الفني بنصك في جمهورنا مرة واثنين وثلاثة واربعة اللي هو هيروح يشحن بطرات اللعبة يوم الثلاثة إن شاء الله وهيقف جنب فرقته وهيساند فرقته وهيدعم فرقته أنا ببعط لي رسائل كتير جدا عايز أقول لكم شوية حاجات كده لأن بيقولوا في البعض في أحمد خالد بقول لكابتن شادي انت دخلت اللعبة تساند وإحنا كمان نقرأ رسائلنا فأنا ودرسة أخر عنكم بيقول طول ما أنا بشجع الأهلي ما فيش حاجة اسمها الأهلي يقدر في حاجة اسمها الأهلي هيرجع بالكاس طبعا أكيد هو ده اللي إحنا كلنا أنا متفائل زيك ومش خايف خليني أقول في عادل سرحان بقول لحنكسف المغرب إن شاء الله والتسعى أهلي وكلنا وراء اللعبة الرجالة وجهاز الفني في علي المليجي بقول بنشكر برنامج كرة وجماهير وطبعا مسندين ودعمين في سمر مجدي بتقول مش الشباب اللي واحد اللي بيروح يشجع وإحنا كبنات بنروح الأستاذ وبنقطع التكت وبنروح نشجع النادي الأهلي أنا بشكرك فيه كمان محمد المقدم بيقول عاوز يعرف ما فيش مداخلات وبيقول أنا بساند وبدعم أنا برد عليك بيقول وكمان بعد تاني على طول بسرعة اللي هو علي المليجي بيقول النادي الأهلي ما فيش حاجة اسمها مستحيل إن شاء الله النادي الأهلي هيرجع بالكاس معايا رسالة خطيرة شويتين بيقول فيه مصطفى حسين ده بيقول اللي فيه التذكرة المزورة بتتبع في 30 جنيه ومكانها هو عارفه مصطفى أنا بحب الشتام حد لأننا مش جهة التحقيق لكن ده مهم جدا نقوله فيه محمود علي مؤذرة ودعم فيه مجموعة كبيرة جدا محمود السيد بيقول لي أنا مبسوط جدا مستور الله حدك عرضتها وعرضها تاني رسالة للعيبة حنعرضها حاضر تاني وفيه حمدي أهاب وفيه يحيا أنور معنا كمان بيقدم اتصل على طول بيبادر كابتن محمد عمارة زي اللعيبة اللي دخلوا معنا من شوية كابتن عمارة برحب بحضرتك في البداية إزاك يا كابتن شهادي أهلا بيك كابتن عمارة الأهلي يقدر يا كابتن عمارة آه طبعا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني نادي الأهلي لعب 24 نهاية شادي ما أخسرش أهلا أربع نهايات يعني فبالتالي آه آخر خمس نهايات أعتقد إن أريد حاجة برضو سميلنا صحبي أبو علي آخر خمس نهايات الحمد لله كنا برضو بلبقى بتاعدين برحب كل واحد واحد ونرجع نكسب تاني والمكسب بيبقى لينا وأعتقد إن لعيبة النادي الأهلي من ما بتحط في موقف صعب وإنت برابط القصة ككابتل لنادي الأهلي ماتش الاستفاقس يا شادي التاريخي أعتقد إن إحنا كنا رحيين والأمل برضو ضعيف وقدرنا إن إحنا ناخد الكاس من تونس لعيبة لعبة النادي الأهلي عندها الجرء أن هي يتلعب لغاية آخر دي وعندهم مسؤولية يعني خلي بالك إحنا كنا كويسين جدا ماتش بتاع يومس الساب اللي هو أول إمبارح كنا كويسين جدا جدا إمبارح كنا كويسين جدا جدا يعني فبالتالي بضلك يعني لو عندك علي معلول جاب الكرة الثانية دي أعتقد إن كانت الدنيا ضغارت خالص إنما إحنا الحمد لله ربنا كرامنا بقول بدري وحاولنا وضيعنا وما كانش فيه يعني توفيق إن أنت الجيب الهدف الثاني أو الثالث فبالتالي اللعيبة يعني أنا عارف نهاية بقى عندي حسنة ظن الناس إن شاء الله نعوه إن شاء الله كابت إن أمره رسالتك لللاعبين تقول لهم إيه كلاعب سابق في منتخب مصر والنادي لا رسالتي من حكم خبرتي كده مع النادي والمنتخب لعبوا لغاية آخر ثانية يعني الأمل لازم يبقى موجود لغاية آخر ثانية وعدين يعني نتيجة واحد واحد برضو خلي بالك نتيجة برضو مش مش سيئة يعني الآية يعني زي من ناس حاسبها لا بالعكس أنت هناك ربنا يكرمك بهدف خلاص خلص الليلة يعني فبالتالي إن شاء الله النادي الأهل قادر على إن هو يجيب بول واتنين لإن إحنا عندنا الانكنات عشاد عندنا وليد أزهر وعندنا عقاية عندنا مؤمن من وجهة نظر يعني مؤمن يعني حاجة من أحسن لعيبة النادي الأهل بطولة العطاقية على مشوار البطولة كلها جاب هدف رائع عن مجران الفاتح 11 ماتش أو 11 ماتش تقريبا عماد متعب لما نزل ضيع برضه فرصة مع إنها يعني هي الوحيدة اللي جات فبالتالي إحنا إنت عندك اللعيبة التي تقدر تصنع الخارج الحمد لله يعني عاربت لو ما عندكش اللعيبة تبقى لين عندك في كل مركز واحد واثنين وإن شاء الله يعني إن شاء الله النادي الأهلي قادر يعني هي مش الوداد مش الفرقة اللي ببعض عن التخول كابتن عمارة بصراحة محمد عمارة اللاعب اللي مر بمواقف كتير واحترف في الدوري الألماني متفائل والله متفائل شادي يعني بص أقول لك أنا دايما عندي تفائل يعني في كل الأوقات يعني بدون التفائل وبدون الأمل أعتقد أن الحياة مش هتمشي لازم رحدي في التفائل وخصوصا أن أنت الأحسن هي فرقة منظمة شوية إنما أنت رفت وضيعت يعني الوداد هي فرقة منظمة وطول الوقت على فكرة هم مرحوش اللب هجمة واحدة أو اثنين يعني بين شرعية دوت هو اللعيب الوحيد من وجه نظري مميز في الفرقة يعني بيقدر يقف أكورة إنما هم فرقة ومنظمة إنما كان سهل جدا تختار اللعبة يبقى في اختراقات من من العمق والأجناب وده حصل يعني ده حصل تعرف أنت لو ما ضيعتش لو ما روحتش تبقى الآن أنا عايز أقولك بعد الهدف بعد الهدف كان تلت ساعة ثلاث فرص حقيقية للنادي الأهلي كان ممكن مجرد ما جبت التاني كأنا بقولك المباراة هتفتح لكن كان فيه سوق توفيق غير طبيعي على عكس مباراة النجم السحلي كنت بتروح وبتهدف من أنصف الفرص صح أولا كان كورس توليد أزارو اللي هي بعد الهدف مباشرة اللي هو الراجل عمل تاكلينج معه في التبانتشر وجدت كورة في جلوغ الاثنين وطلعت أو أوليد تقريباً ما كانش فيه توفيق أنه يحطها بالشكل مناسب وفيه كورة أجاي اللي هي كورس من ناحية اليمين أجاي 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 طبعاً كان فرصة برضو يعني مؤكدة وفيه واحدة اللي عبدالله أعتقد أنه لو تعمل معها بشكل أسرع كان يعني يعني كان هيبقى فيها برضو خطورة لا أنت مضيع وواصل وعلي معلول من ناحية شمال رايح وفيه واحدة عالية معلول عملها مع وليد أزارو أعتقد أنه دي لو فيها بس شوية تركيز اللي هي في الشوت تاني أعتقد يعني عمله من على الطرف كده من على الطرف الملعب اتعملت برضو بالعرض بس اعملت يعني عشوائية يعني علي عملها بس عدت عدت الناس كلها صح يعني ما لقيتش حد يبقى موجود في الحتة اللي هي الجزء بتاع الثامنطاش فيعني انت روح تشاهد وضيعت ما فيش قلق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع توفيق كافة الحسام البادري يعني الله يكون في عونه صراحة يعني نحن دوقتي بن برضو من خلالك بنقول له يعني الف سلامة على زينة بنتك حضرتك وربنا يومهلك بالسلامة وانت بصراحة يعني تحمل كتير يعني يعني هو تحمل كتير بصراحة كابتن محمد أي واحد في الظروف كابتن حسام ما كانش حد يقدر يقول له انت مسافر ليه ولا واحد فيه يعني لو سابل ماتش ومشي أنا شكتان إنما هي دي بقى هي دي روح النادي الأهلي وهي دي المسؤولية فربنا يوفقه إن شاء الله المرشي اللي جاي ويوم السابت ويبقى موفق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كابتن محمد عمارة بشكرك على دعمك بشكرك على كلامك واحد من النجوم النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا وهو ده اللي احنا تكلمنا عنه في البداية عايزين نسمع كل النجوم وبنحاول كمان نقول الجماهير فيه محمد الأهلاوي يقول التتشة هيفتح محمد هيفتح يوم الثلاثة إن شاء الله إنت بعدت لنا عاوز الرد فيه كمان محمد فتحي أيوة التتشة محمد هيفتح فيه كمان سمر مجدي بتقول إحنا الأهلي ورجالتنا دايما في المواقف الصعب بيبقوا رجالة عندنا ثقة كبيرة جدا في كابتن حسام واللعيبة هيرجعوننا بالكاسم المغرب وهو ده الكلام فيه رضا محمد كل الدعم والمساندة للنادي الأهلي والكلام أنا مفسوط منه الكلام اللي تقال فيه السيد العربي كابتن شادي مهم جدا موضوع اتبسطت جدا من موضوع اللي حضراتك تكلمت فيه بتاع الناس والتذاكر المزورة دي أنا فيه شباب بيبقى مظلوم ونعرفش اللي دي التذاكر ما نقدرش نتخلى عن أي حد إحنا نتكلم مع حضراتك وقلنا لكم بنتخلى عن كرسي مزيع النهار ده نتكلم بصوتك في كل حاجة يبقى كمان تتشو هو مفتوح تروح تساند ده الأهم بالنسبة لي خلاص انسوا المواقف دي الجانبية هنعالجها إن شاء الله لكن اللي يروح يساند يدعم يقف كل كو عايزة أقول أسماء سريعة مشو الحاوي حسام غريب أحمد الاسم التاني مش واضح فيه شكري عماشا عبد الكوتش فيه محمد صابر عبدو محمد أهاب حافظ كامل محمد عبد الله سعد عمر لملوم اتكون اسمه مستحيل أنساك مع كله بيساند كله بيدعم أنا قلت أسميكم عشان أنتو واجب علينا فيه رسال كتير جدا جدا معنا لكن كمان جمهور النادي الأهلي ليه كل التحية والتقدير وأنا عارف اللي أنتو هتعملوا إيه إن شاء الله يوم التلاتة وأنا عارف جات لي معلومات اللي فيه عدد محترم مسافر وراء الفريق دعا عهدنا معاكم عهدنا في المواقف الصعب تحمل مسؤوليات زي اللعيبة والجهاز الفني بالزبط دلوقتي كمان هنروح للفكرة اللي حضراتكم بتحبوها احنا بنكرم فيها نجومنا كل حد لبس فنلة النادي الأهلي في كل الألعاب ده واجب علينا اللي احنا نكرمه نروح نشوف مين معنا في ميت سنة أهلي وفاصل وبعدها استقبل الكاتب المحترم من الأستاذ عمر كمان تنضي الأيام والسنين ويفنى ما فيها ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريقة أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب ميت سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاكتهاد والإيثار والفن والموهبة هي واحدة من العلامات البارزة في تاريخ القلعة الحمراء لا تقل نجومية على اللاعب فريق القرى خاصة وأنها تعشق النادي الأهلي منذ نعومة أظافرها وساهمت في رفعة وتقدم النادي الأهلي على مستوى كرة اليد هي النجمة التي تألقت لسنوات طويلة داخل الصلة المغطى وحتى بعد اعتزالها واتجاهها لعالم التدريب اسمها يغني عن التعريف به بيسا حسني رئيسة جهاز كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بدأت مشوارها داخل القلعة الحمراء منذ عام 71 وتألقت على مدار ممارستها لكرة اليد إلى أن أعلنت اعتزالها في عام 92 توجد بالعديد من البطولات والألقاب المختلفة على المستوى المحلي والأفريقي مع القلعة الحمراء حيث أنها استمرت كابتن للفريق لمدة عشر سنوات وتوجد بالبطولة الأفريقية للأندية مع القلعة الحمراء في عام 79 وحصلت على لقب أفضل حارس مرمى في تلك البطولة وحصلت أيضا البطولة الأفريقية للأندية مع نادي الجزيرة عام 80 كما كانت كابتنا للمنتخب الوطني لمدة 12 عاما حصلت العديد من البطولات الأفريقية التي لن يغفلها التاريخ على رأسها بطولة الأمم الأفريقية للناشئات التي أقيمت في نيجيريا عام 80 وبطولة الأمم الأفريقية في تونس عام 81 وأيضا تلك البطولة التي أقيمت في القاهرة وبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجزائر عام 89 هي تمتلك أيضا العديد من الخبرات على المستوى الإداري والتدريبي حيث نصبت كمديرا فنيا لقطاع الناشئات بالنادي الأهلي عام 2010 وتراست اللجنة الفنية للبطولة العربية للأندية رجال عام 2010 ثم عضوة في اللجنة الفنية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في القاهرة وتولت أيضا تدريب الفريق الأول للسيدات لكرة اليد بالنادي ورشحت أيضا لمنصب مدرب المنتخب القومي المصري للسيدات وحاصرة على العديد من الدراسات الدولية وأيضا المحلية هذا قليل من كثير هي حقا أسطورة أهلوية دائما وأبدا نفخر ونعتز بها كونها إحدى بنات النادي الأهلي المخلصين لتقى بيس حسني حدوتة من حوادث القلعة الحمراء على مدار التاريخ والزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نناقش معاه بعض الأمور تخص المباراة وكمان عايزة أتكلم معاه في شوية ملفات مهمة كده خلينا نرحب بيه في البداية وأستاذ عمر كمان برحب بحضرتك بترحب بيه بس ضيف ولا صاحب بيت ولا ايه بالزبط النهاردة ضيف طيب يعني يا الشرف أكون محبرا لكابتن شادي أستاذ عمر عايزة أبتدي معاك في الجد على طول مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي استياء عند مش جماهير الأهلي بس عند معظم أو كل جماهير الكرة المصرية استوديوهات مصر كلها شفتها بتتكلم حكم لا يليك بمباراة النهائي ما فيش كاريزمة ما فيش أخطاء كتير جدا حابب تقول ايه من رأيك من رأي ولا طيب شوف مدام حضرك قلت جماهير الكرة المصرية وكل الاشتوديوهات مع اختلاف ألوانها يبقى استأزيمك وإحنا بقناة النادي الأهلي نبارك لنادي الزمالك أنه مفاز على الترجي التونش في دور رابطة الأبطال في كرة اليد وعمل نتيجة رائعة وهيلعب مع الأهلي بإذن الله على السوبر الإفريقي في القاهرة في إبريل اللي جاي فحاجة عماها جميل جدا جدا أنها تبقى بين الأهلي والزمالك على الأرض المصرية وده بيديك معنى آخر من سيطرة وسطوة الرياضة المصرية على القرى الإفريقية أما بخصوص الحكم ده شيء عادي مثلا ما يجي لك بلا شان أنا ما اشتغلتش حكم أنا راجل مشجع لما يجي لك كتن عبد المال مشطة وهو رئيس الإدارة الفنية في الاتحاد الإفريقي الكاف وأجدوا أنه هو بينتقد الحكم وبعدين لما يجي لك الرجل المحترم كابتن مصطفى مرد فاهمي وهو كان سكرتير عامل الاتحاد الإفريقي وينتقد الحكم ويقول لك تصريح أهم يقول لك احنا اجتهدنا وهو اشتغل مع عيسى حياته فترة كبيرة جدا في تطوير الكرة الأفريقية ولكن لم نستطع حتى هذه اللحظة تطوير التحكيم الإفريقي لما تجد أكتر من حكمهو على شريط الأخبار بتاع قناة النادي الأهلي مع اختلافهم والناس دول هم محايدين يعني ليهم اسمهم قبل ما بيقول لك تصريح عشان الأهلي ده بيلعب باسمه مصر بكلهم أجمعوا على أن الحكم كان مخضود كان نفسيا أنا كنت بيقول مع الأستاذ محمد فاروق أنه هو عارف فيه عندك حلين أن منت تيجي تتكلم قدام الجمهور المرعب ده يا إما تبقى عندك ثبات انفعالي وتستطيع أن أنت تؤدي بشكل فني وتقني مية في المية يا إما يبقى عندك نقص في الثبات الانفعالي فتروح مراجع نفسك وتبتدي تحسب وتقولي طب أنا هعمل إيه طب هم هايقوله علي إيه في الجرائد طب هو الاتحاد الأفريقي والراجل التحكيم هتقيمني إزاي طيب أنا قدام النادي الأهلي صاحب الأرض أنا لو حكمت له هقوله خاف من الجمهور يبقى لك ضده ودي حالة من الحالات النفسية اللي هي بتبقى عند حتى بتصل إلى درجة الكتاب الصحفيين وقضاء في بعض الأوقات أنه هو مثلا يجي يشوف الضعيف وممكن يكون هو الجاني ولكنه في الماقل ده هو الضعيف فيروح يقولك لما حكم له لدرجة أنه هو حصلت مع قاضي ودائما أنا بستشهد بديه مع سيدنا عمر سيدنا عمر أمير المؤمنين والقاضي ده لسيدنا عمر معينه وجي واحد من الرعاية كان بيتنازع مع سيدنا عمر على حاجة فسيدنا عمر رح للقاضي وكان الحق مع سيدنا عمر فالقاضي عشان يظهر أنه هو قاضي وجامد رح حكم لللي هو مش أمير المؤمنين عشان يقوله شوف القاضي ده إيه ده شوف الشجاعة إيه ده سيدنا عمر خد بكلامه وأقرب اللي هو عمل وبعد كده شوف بقى الشجاعة اللي هي فعلا الشجاعة اللي هو ما يهمهوش بعد ما حكم رح عزله ما خافش بقى نقولك أمير المؤمنين رضو ظالم أمير المؤمنين شال القاضي العادل خاف على الرعاية من ظلم رح شاله في الاتحاد الإفريقي مع الفارق في التشبيه يعمل كده ما يعملش كده إن رعامه ده لما جاب الكرة بإيده في الأهلي ويعني كان بيلعب كرة طائرة شاطئية كمان مش كرة طائرة عادية الاتحاد الإفريقي اتحرك يعني احنا شربنا ده لسه تشطب ده دي عشان حاجة تانية ده دي عشان الشركات الرعية اللي تابع جنوب إفريقيا هو طبعا اتشطب بسبب مباراة جنوب إفريقيا وسنغال الشركات الرعية اللي ترعي على الاتحاد الإفريقي وليها سيطرك بيها جدا جدا غالبيتها من جنوب إفريقي فعشان كده اتحركوا طب الاتحاد الإفريقي يحاول يبيض وشه ويدي نموذج قدام التحكم ده لا 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 مفيش كرام بك طبعا عندي سؤال تاني مستأذن حضرتك فطر ان احنا بفقرة مئة سنة أهلي بنكرم النجومنا كان معانا النهاردة في مئة سنة أهلي كابتن بيسا حسني واحدة من نجوم كرة اليد وتاريخ كبير وتاريخ مشرف خلينا نرحب بيها عشان اتمنى اتمنى كابتن بيسا برحب بحضرتك الله يخليك يا كابتن شادي مساء الفل عليك حضرتك كنت معانا في مئة سنة أهلي تكريم بسيط جدا لمجودات حضرتك حابة تقولي ايه تفضل لا والله هو مش تكريم بسيط ولا حاجة اي تكريم بيبقى حاجة كبيرة جدا لأي حد وبيبقى محتاجه جدا ان هو يشوفه او ان هو يحاس ان في حد بسهلا حاسس ان هو عمل حاجة فالحمد لله لا هو مش بسيط خالص بالعكس ده هو معنى جيد جدا لناس كتير قوي قوي خدمة النادي الأهلي ومستنية ان هي على الاقل حتى لازالك انت بتقول كده التكريم البسيط كابتن بيسا كمان عايز اعرف ان حاجة سؤال معتاد في الفقرة دي اكيد مشوار كبير في كرة اليد اكيد مشوار كبير داخل النادي الأهلي وعمر كبير جدا اتعلمت ايه داخل النادي الأهلي والله بص كابتن شادي النادي الأهلي ده بالنسبة لأي حد انت لو سألت اي حد هيقولك ده حياة وبيتنا هو بيته انا الاهلي ده بيتي من ايام الفريق المرتاجي انا دخلت النادي الأهلي حذر انا دلاتي عندي 55 سنة لعبت رياضة وانا عندي ثمان سنين من وانا عندي ثمان سنين انا مخرجتش من نادي الأهلي اشتغلت الاول لعبت 20 سنة فيه طبعا عشت في جوه النادي كل أحلى أيام حياتي حياتنا كلها جوه النادي أنا وع LAUGHTER وعالث جوزي يعني النادي ده بالنسبة لي كان بيتمش مش مكان ومعنى معنى الحاجات كتير قوي تعلمناها من الفريق مرتاجي الله يرحمه يعني فيه صورة انا من اللي انت عرصوها من الصور اللي انا بعتز بيها جدا هي كانت بطولة عادية جدا ومش محتاجة لرئيس النادي لكن الفريق مرتاجي عمره ما كان بيسيبنا في اي بطولة انا كنت اقضى انها تتخط علشان الناس تعرف ان رئيس النادي ده مش لازم يبقى بعيد لا رئيس النادي ده في وسط النادي عايش متواجد معاهم لان هو ده اللي تعلمنا من الفريق مرتاجي فريق مرتاجي احنا كانت قاعدتنا معاه احنا في الدينينا كنا تنوض مع بعض حتى فريق الكورة جابتن شادي ممكن بالدنيا تغيرت شوية دلوقتي والناس حتى جوا النادي ما بقيتش تعرف اللي عادت الكورة قوي يعني تعرفهم شاكلا لا احنا ما كناش نعرفهم شاكلا احنا كان كلنا بتخلص التدريب وبنعيش جوا النادي قاعدين كلنا مع بعض حتى لما ولادنا خلفنا كلنا ولادنا كلهم برضو اخوات يعني هم بيتعايشوا مع بعض ان هم اخوات عشان كده النادي الاهلي فيه حاجة مش موجودة في اي مكان في الدنيا واتحدى اي حد يقول ان النادي الاهلي زي اي مكان في الدنيا عشان كده بنقاتل عليه بكل ما نقدر علشان يفضل زي ما هو لولادنا ولولاد ولادنا ان شاء الله كابتن بيسا انت بتولي متواجدة وانا بقى هاخدك كده في الحوار ياخدنا اجتماعيا شوية انت بتولي انا في النادي وموجودين على طول مكان المحبب لك داخل النادي الاهلي على مدار التاريخ والله اكيد ملعب الهندبول يعني اللي اعنا عشت فيه عمر ملعب الهندبول بالنسباني حكاية مش مجرد لعبة لان يعني احنا انا عشت فيه كتير يمكن اكتر ما عشت في البيت بالنسباني ملعب الهندبول ده زمان كان حمرة بقى طبعا قبل التطور والحاجات اللي انت شايفها دلوقتي انه ترتقى لا لا لان كان حمرة احنا زمان كلعيبة احنا كنا بنرشي الملعب واحنا بنخصاته واحنا بنمشي عليه بالبتاع الحديد دي بننزل الرمل والجردل والفرشة مكانش عندنا مشاكل في اي حاجة وبالخرطوم بنقف نرشي الملعب كل شوية لان طبعا احنا بالنسبالنا الملعب ده كان بيت يعني برضو جزء مننا يعني متواجدين فيه وفعلا انا ملعب الهندبول ده بالنسبالي عشت فيه عمر وحبيت اللعبة نفسها يعني طيب من خلال الحق انا اسف على المقاطعة بس دي بالنسبالي نقطة مهمة جدا يعني اوما حدك دخلتي معانا ذكرتي الفريق مرتاجي اكتر من مار اه طبعا وهو من الشخصيات اللي حضرك متأثرة بيها جدا اه دي حقيقة طبعا وعلى فكرة مش انا بس انت لو سألت اي حد السن هيقول نفس الكلام انت لو سألت كابتن حدث الحمدي هيقولك نفس الكلام لو سألت محمول الخطيب هيقولك نفس الكلام لو سألت اي لعب كرة جوة النادي الاهلي هيقولك نفس الكلام اتعايش مع الكابتن مع الفريق مرتاجي ولو سألت اي لعب في اي لعبة لان بجد احنا الفترة دي كنا اسرة ممش مجرد احنا كان يا كابتن شدي بيتعامل اصبوع رياضي للأعضاء والرياضيين اه متخيالي يعني محدش ما اشتركش في الاصبوع ده كان من احلى الاسابيع اللي بتمر علينا في حياتنا كنا كلنا بنتواجد مع بعض عشان كده يعني يمكن تلاقي الناس اللي هي في الخنة بتاعنا اه اصحاب قوي اوي مش اصحاب بس احنا اخواج لان فعلا احنا عيشنا وصفرنا ومع أذكر مارسة مطروح ده يعني كنا بنعط لي باقولك يتول الصيف مقبودينين هناك مع بعض فلا الحياة زماني يمكن كان العدد قليل على احتمال عشان كده ما عرفش عشان كان ايه يعني بس لا احنا كانت تواجدها في النجي دائم وفعلا كان كل الفرق طايرة بسكت هانبول كواش تانس ألعاب كورة كورة حتى الكورة يعني الكورة ذاتي بقت معزولة شفية طبعا علشان انت عارف بقى ما بقاش فيه وقت قوي لكن الزمان ما كانتش معزولة برضو عن كل الألعاب وبعدين الحمد لله يعني انا بالنسبة لي برضو تافرت كتير بطولات أمم أفريقيا مع كل الفرق فكان الحمد لله يعني انا لقى علاقات كويسة جدا حتى باللعابة اللي كانت خارج مصر يعني خارج الناج الأهل كمان يا كابتن بيزا عايز اسمع منك كلمة أخيرة هتقولي ايه وانحنا بنكرمك تكريم البسيط ده من وجهة نظارنا لا والله يا كابتن شديد هو بالنسبة لي مش بسيط خالص انا يعني مش هقدر أقولك ان انا يعني كنت السعادة لمجرد ان حد كلمني وقالت انه هو محتاج المادة عشان عايزين ان تكرموني لان انا يعني بالنسبة لي بعض انت اكيد لعيب وعارب لما بتحسس ان انت يعني مع العلم ان انا في النادي الاهلي انا ما بحسش ان ده واجب ان انا يعني لأ ده بيتي وانا قلت نية مرة انا يومها ما هخرج من النادي ده انا هعط في بيتي انا بالنسبة لي النادي الاهلي ده مكان انا اعط فيه واخدمه لغاية ان شاء الله مموت باذن الله فانا بشكرا جيدا انا بشكر حضرتك اه بجد والله ومش عارف يعني اقولك ايه لان اتعرض بطريقة جميلة ويا رب تقدروا توصفوا لان فيه ناس غيري برضو مش انا بس اكيد طبعا ناس غيري كتير جدا قدت كتير اول النادي الاهلي وبرضو محتاجة اللفتة دي جدا كابتن بيسة حسني انا بشكرك شكرا جزيلا كنت معانا في مئة سنة اهلي ولا شكرا على واجب ده واجبنا طول ما احنا موجودين هنا لان فيه ناس كتير تعبت بفنلة النادي الاهلي على قد ما نقدر بنحاول الناس كلاته بقى معانا طايرة سلة يد تنس طولة كرة قدم كل الناس لان الاهلي كبير اوى جماعة الاهلي كبير وعظيم بولاده المحترمين المخلصين اللي يعلموا قيمة النادي الاهلي ومبادء واخلاقياته كانت معانا في سنة اهلي النهاردة كابتن بيسة حسني واحدة من نجوم كرة اليد داخل النادي الاهلي السامر عسي تتعلق الحال اه طبعا القصة دي لازم من المشاهد النادي الاهلي يعرف ان صاحب فكرتها كنت انت لما كنا ابتدنا مع بعض في البداية خالص والفكرة فيها يعني مكر كبير والمكر من ان انت مش بتكلم مش بتكرم بس كابتن بيسة زي كده بتكرم الولاد الصغيرين اللي هما من 8 سنين و10 و12 لحد الفريق الاول اللي هما عاديين بيتفرجوا على تكريم الكابتن بيسة بتدي احساس بالانتماء للناس اللي هي بتقولك دول عاديين يتكرموا هما حاسين ان دورهم جاي في الميت سنة دا اللي هو جاي دا اخذت بالك من الجملة اللي هي قالتها اللي هي وقفت عندها اللي هي عن هي قالت لك انا اتكرمت النهار دا ومبسوطة جدا وسعيدة مجرد ما انا حاسيت بالتكريم اه وخد بالك اللي في ناس كمان شوف شوف اسمها يتقال دا شعور الانكار الذات والتضحية وانه وهي في قمة انه مثلا من 4-8 مليون مشجع اهلاوي بيتفرجوا بس دلوقتي عقنا ان هي مش بتقولك انا 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 لا بتقولك في حد تاني ووسط التكريم هي راحت مكرمة شخصية تانية اخرى زي الفريق مرتاجي اللي كل الناس مخدش حظه من الاعلام بشكل كبير ولكن بشهادة الجميع ان هو عمل طفرات كبيرة جدا 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 في النادي الاهلي ومش هو بس وكابتن عبد صالح الوحش وكابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي واكتر من نجم الى منذ الف سمية وسبعة زي ما انت حاج بتقولك ولكن اللي حلو ان انت بتكرم اللي هو ما تكرمش اللي هو ما تكرمش قاعد بتفرج عليك حاسس ان هو مش مهمش مش اللي هو قدمه صح مش هتروح لا ده هما فاكريني بس الوقت بس المعاد هيجي بس اللي انا بستأذينك بقى فيه لازم القناة مع النادي الحاجات دي تتعمل على صديهات وتتوزع على اللعيبة الولاد الناشئ الصغيرين لازم يشوفوها ويذكروها لازم ده يتعمل كتاب بقى اي حال من الاحوال يتجمع من ساعة ما ابتدينا لحد ما الزملة دلوقتي بيوصلوا ده ما شاء الله ان هو يتعمل كتاب لمية سنة اهلي عشان اه اه انا القصة بالنسبة لي تواصل الاجيال وتواصل الايجابية كان بقى ده في الزمالك كان في الاهلي كان في منتخب مصر كان في رياضة كان في صحة زي ما يكون يكون بس انشروا المعاني الجميلة والايجابية عشان تفضل اللي انت حايب تقولي ايه هو الاهلي يقدر ولا ما يقدرش ده هيشوفوه في السديهات هيشوفوه في الكتاب ده هيذكروا هيطلعوا بيه اه اه زعم راح ارجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه عندي يعني تفصيلة كده عايز اسألك فيه كنا نتكلم على التحكيم لما تتكلم على 52 اتحاد اضربهم في كل اتحاد عنده 6 حكام 5 حكام تتكلم في رقم مهول لما تيجي النهار ده 52 دولة 52 دولة اه عندها عدد ده من حكام الدوليين اللي هم الافضل نتكلم 6 حكام اضربهم عدد كبير جدا فما تيجي النهار ده واصل في انهائي بطولة افريقيا ومتكلمنيش عن تطوير لا فيه الافضل فيه الافضل من ده كاسم وكامكانيات وكثقة في النفس زي ما حدرك قلت من شوية لا فيه افضل انت بعد ده ليه ليه دايما بتحط نفسك في الشكوك والكلام اللي ما يصحش نتكلم فيه لان خليني ازعم مش اؤكد عليهم انهم يثبتوا العكس ان الشركات الرعية بتتدخل بنسب معينة في من يفوز بطولة دولة رابطة الافضل وفيه اعظم من الاهلي لو هو بالمنطج ده الاهلي مش عشان احنا في مصر ومش عشان احنا في قناته بيفوز بقدراته بس بتتخسب حسابات تانية وانت راجل فاهم في دنيا المال والاعمال انما الاهلي 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 انما انا يعود اكل حاجات حلوة حاجات حلوة حاجات حلوة هم عايزينه بقى يتجزع ياخد لحطة مخللة ياخد لحطة زاتناية فده بيحصل فعلا يقولك مش لازم على طول الاهلي طب شمال افريقيا طب ما تيجي مرة غرب طب ما تيجي مرة جنوب طب ما تيجي مرة شرق عشان يعرف اعلاناته بين الفواصل وبين المتشاط تبقى ليها شغف هوا لكل الجمهور تعرف اخدنا اربعة افريقيا اربعة عشان بس اكمل كلام حضورك وانت بتتكلم انا بفكر اهو ده بقى الشركات الرعية ابتدت بقى تعرف عيسى حياته اخر مرة في القطن سلمنا انا على مستوى الشخص الكاس في جاروة وكان لابس الزي بلده بلده وكان فيه مخاوفه كلام كتير وكسبنا مجموعة المباراتين بيديني بيسلمني الكاس مابتسامش ووشه الناحة والله مش موهزة حتى بانت في الاعلام والكل علق عليه ايوة وعشان كده ان رامو لما عمل كده يا عمي يلا خلص خلص شيل وعشان كده تلاقي ان فيه تحكيم ليه يعني انت مش المظلومية على طول ان انت المظلوم لأ ولكن لما تيجي تمسك التحليل وهات حكام من بره ومحللين من بره مصر وخليهم يحللوا ولو انت غلطان اوكي انت موافق فده الفلوس دخلت وباعترافات من الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو طبعا راح يعني اتمسكوا من الفنادق ونزلوا وكلام من ده وفي اللجنة الولمبية اكتر من مرة انا عايز اقول لحبيبك مثلا ان كان السفير اليوناني هنا في المستشار الثقافي قابلته فمرة ساعة ما كانت لوس انجلوس ستاخد دورة العاب 2000 تقريبا فكانت اليوناني عايزة تحتفل بان هي 100 سنة على دورات الالعاب القلمبية الحديثة وان هي منطلقة من عندها فكانوا يعني دي بالنسبة لهم حاجة تانية خالص اهو ما شاء الله الناس المخرجين على طول مخرجنا حاضر زينا مضبطك على طول يعني فازاي ان هو كادوا يبكوا عشان عايزين الدورة دي عندهم عملوا ايه امريكا بفلوسها وكوكاكولا بتاعت امريكا ومش عارف ايه بتاعت امريكا تدخلوا في ان الدورة دي لازم الميت سنة تحتفل في امريكا بعد كده بقى اليونان والتوركمينستان دايما يكون يكون متفق مع كلامك مليون المية لا تدي في واقعة انت كويس دايما انت بتستعيد الزكريات معايا لما بتبقى ديف واتخليه في اسرار كتير جدا حكيها النهاردة جرير اهو طول الوقت ما حضرتك في اليابان لما خدنا تالت عالم اه ابو تريكا اخد احسن لعب في البطولة بلغوه بالفعل فاحنا لازم تدخل للستاد لان كنا في استاد هيتلاب عليه عشان النهائي بقى كده بس غرب بتمشي في ممرات ونظام غير طبيعي فابو تريكا اتبلغنا بس عشان ادخل لستاد لازم الايدي انا وبو تريكا نسيناه في الغرف فرجعنا ناخد اتبلغنا لبو تريكا فانا اوطله مبروك اللي هو هاخد احسن لعب في البطولة اي وروحنا ناخد الايدي وارجعنا وابو تريكا خلاص وباركله ولسه بقى اي هنروح اخدنا الايدي بتاعنا اللي لازم ندخل بيه لستاد دخلنا وبتاعه هو هيأ نفسه اللي هو احسن لعب في البطولة انه عمل بطولة جمدة جدا من اهداف اللي احلي كله عمل بطولة جمدة جدا عارف اللي حصل اتشالت الراعي تدخل ورح جاي اداها رونالدين هو تقريبا في البطولة دي كان بيلعب في برشين ايوة اعتقد وانت كلامك كده صحة 100% يا فندم دي على لاعب ايا من يكون انما بقول لحضرتك على دول وبطولات وبقى بالبصم دلوقتي ان الاتحاد الدولي كان فيه شبهاته بلاوي يعني شي دي هتيجي اكتر من قطر ان هي تبقى درجة الحرارة مش عارف ايه وتاخد تنظيم كاس العالم حيكيفه الشوارع وهو ده هو عمله ازاي ان هما كان فيه ناس هتروح جماهير هتروح الامارات جماهير هتروح السعودية في الفنادق والكلام من ده والبحرين عشان كده اما حصل مش حصار الانفصال ده بتاع الدول الارباع مصر والسعودية والامارات والبحرين اه اه قطر دلوقتي في حزبس لان بقى محتاجة بقى تبني الفنادق اللي هي كتا تعتمل عليها في السعودية واوا فعملوا ايه دفعوا ورشوا تمام هما مجيدين في ده زي يعني استخدام بقى باساليب ملتوية استخدام اساليب غسيل اموال استخدام اساليب مافيا استخدام زي ما يكون ولكن هما عايزين يبقوا دولتهم تبقى او امارتهم تبقى هي المتصدرة يعملوا بقى زي ما يكون طبعا احنا ما نعملش ده يعرف ايه نفس اسلوب اسرائيل هما عايزين يعملوا ايه يبقوا هما رقم نمبر ون في العالم استخدم اي اسلوب فده بيحصل في الاتحاد دولي وفي اللجنة الاولمبية زي ما انت عاير فما يحصل في الاتحاد الافريقي ده عادي جدا ده مش مش جديد ولكن اما انت تحبط اما انت تحبط كل هذه يعني هو مش عملياتها امورية ولكن كل هذه الحسابات بقدراتك بتركيزك بصلبتك بصلبتك بجماهيرك وتقدر تصنع الفارق زي ما انت وكنت عاملين الاربعة ده زي ما مصر 2006 و2008 و2010 وبعد كده يلا اكسوا برا لما انت تعمل ده انت بتخرس تمام فانت امامك مشوار تاني رايح غربا للمملكة المغربية الشقيقة الدار البيضاء ركز تفاعل انجح خلي بقى عشان اكد على كلام حضرك عشان نتناقش احنا في النادي الاهلي مفيش حاجة اسمها تخلق اعذار الحكم مش عارف ايه ما عندناش الكلام ده خالص لا 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 على منظومة المفروض في مباراة هائية تجيب حكم يليك بافريقيا حكم مصنف تشوفه معروف عنه عشان يتشاف البطولة في اوروبا وفي امريكا اللاتينية وفي اسيا بالشكل اللي بتتشاف ده دورة رابطة الابطال الاوروبية انت عايز ده يتشاف كده فانت احنا بنتكلم في ده ولكن خليني برضو يعني هروح معك في حتة تانية في نفس السياق انت حضرتك عمل تقريبا ما يعني عنوان حلقتك الاهلي يقدر ولا لا اه يقدر وكله قال لك الضيوفك قالوا كده نبرات صوتهم مش كده وده اللي مش لازم يصدروا للجمهور ايوه نقدر وهنقدر يا كابتن شادي حماس ايوه لازم يبقى هو لا مش حماس كمان يا كابتن يبقى هو مقتنع بكده انت حالك لو سألتني اقولك لا 6040 هي دلوقتي بالارقام عشان الجمهور ده لا يخدع 6040 عارف انا نفسي تبقى كام ويتقلل الناس بصراحة انا ليه اهداف من اللي انا هقوله عجبني وتناقشه عجبني التصريح اللي بعد المباراة للمدير الفني جدا بالمناسبة بتاعنا ولا بتاعهم بتاعهم مما قالك انا منتظر يوم السبت القادم بشغف عشان احتفل انا موافق على ده وبحترمه جدا وانا حب النوعية دي من التصريحات جدا انا بقول المطش صعب على الاهلي 8020 من خلال قناة النادي الاهلي الرسمية بقول الكلام ده اه ومتفائل بالمناسبة بس بقولك الحقيقة انت بتقول الحقيقة عشان لما اقول 8020 اللعيد انت اعمل بقى هو فاهم اللعيد انما انت ايه انت ما وانت حضرك ايه لازم تحطيلي المعلومات قدامي واحنا في 67 خدنا خذو المعتبر مع ان كان عندهم كل المعلومات كنت لسه بتفرج على فتر الجمه ديهم كل المعلومات هيجموا امتى و هيعملوا ايه كده المهم في 73 انت عندك كل المعلومات بس مطلع ان فيه ناس لا هتحج مطلع ان فيه اجهزات مطلع ان فيه بص كرة القدم عشان الناس ما تفتكرناش بنروح حتة تاني قاعدين بلعبوا كرة القدم على شط القناة بيمصوا قصبوا بيعوموا مهدير ياضا برضو للخداع فالتاني راح مستكين راح هدي بس انت عملت ايه استخدمت كل اساليب النجاح و ابتديت ما قلتش اصلحنا مؤمنين ربنا هينصر معي مدخلة هنشوف هيقول النبرة اللي انت عاوزة ولا انت قلت نبرة الحماس شبحا قلتلي الاهل يقدر الايمان بالموضوع برافو عليك فخلينا نروح نشوف كمان كابتن الشام حنا في واحد من نجوم النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي المحترمين كابتن الشام برحب بيك كابتن شادي ازاي حضرتك كابتن شادي عامل ايه وتحياتي لأستاذ عمر كمان طبعا نعم بحضرتك يا كابتن ناس المحترمة الكبيرة يعني ربنا يا حفظ كابتن الشام الاهلي يقدر يا كابتن الشام والله يا كابتن شادي انت حريك شوفتني في الاستاذ وانت عارف يا شادي يعني الواحد بيقاذر لان قط ربنا فيه اللي هو في وقت الشدد وفي وقت المحم كلها ووقت اللي هو محتاج وولاده موجودين كلنا بين موجودين يعني والامور كانت صعبة جدا تعرف الدخول كان صعبة جدا على كل الناس حتى احنا كان جوم كان امور بالنسبة لنا صعبة جدا ان احنا ندخل انا شوفتك انت داخل الساب يمكن قبل الموتش بساعة ولا ساعتين كنت طالع عينك برا وانا نفسك كان معايا يمراطي والامور كانت صعبة جدا 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 كلنا راحين على اساس ان احنا بنحب النادي الاهلي ربنا في النادي الاهلي עارفنا جدي Shock شرفنا دايما. الحمد لله ولكن يعني يمكن بعد المصر على طول تحديد انا كنت في شادي والله بجد يعني كتبت هاشتاك كده الاهلي ادها. والحمد لله يعني اللي هي مرضود كبير جدا جدا. ده ما انت كاتب هاشتاك افريكا اهلي. يعني هو ده الطبيعي. ده وقت المحن. النادي الاهلي بيمر بيه دايما. وقت الصعوبات. اه على الرغم ان النادي الاهلي تظلم هنا في ملعبه. الناس فكر ان النادي بياخد بطراب بسهولة. ان هو اه بيزبط ناس كتير. عشان ايضا ياخد بطراب. احنا بالتصديق كان دران ان ناخد اتنين تنالت كده يعني تهل. لكن النادي يعني في ظلم جبا جبا. كمان ده الحكم ساعدهم كمان في حاجة كابتان شادي اللي هو تضييع الوقت. ده وقت اجمد اوي. هو عارف اسلوب اللعب دوت. واحنا كنا عارفين الاسلوب ده. ولكن برضو حكم ساعدهم. تعرف في المباراة سمعت صوتك كده في لعبة اللعب لما وقع وبعد كده قادوا الحكم ماشي اللعب وبعد كده الحكم جاء رجع له تاني. قبل مكن شايفه وقعت تاني. الحكم كان بسزتي اللعب. هأى اللعاب. ايييه. قام. قام في تنعك المدرك. مم يعني قال الله فضي كده للحكم. انا اسمعتك. مسادة شكرا. صح. صح. سpresa اليه اول واحد. على الحكم وعى الحكم الرابع? الحكم الرابع كمان. يعني كان وقف كمان المنطقة. businessman يعمل بيمثل 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 والكورة مش عايز يطلع حتى الكورة اللي مكت معاها وما طلعهاش برا لما الكورة احنا جيها بس ناخد رجمة وطلعه يتقود راح الولاد راح قايم راح نايم تاني على الارض يعني لأ حاجة الواحد فاع من فوق يعني تحس ان الواحد يعني لو بيلعب لأ الامور دي صعبة جدا جدا كابتن يشام بخبرتك وخبرة المطشط الكبيرة جدا اللي انت لعبتها والبطولات اللي حققتها مع الندي القهري اكيد مع انت وزمايلك كنتو جيل برضو وجيل عظيم وحققت بطولات وانجازات رسالتك في التوقيت ده للعابين تقول لهمي لعيبة جديرة كابتن شادي لعيبة كلها خبرات لعيبة يعني مش محتاجة النصائح احنا ما علينا ان احنا بس بنحاول نحمسهم بنشجعهم وصد عمل يمكن حمسهم اكتر مني بكتير انا قاعد بسمعه يعني في صلاح الرجل يعني يعني اهو قالك حتى مش معنى ان انا في قناة الاهلي يبقى انا خلاصة بنحزل النادي الاهلي لكن هو النادي الاهلي ده قيمة كبيرة جدا وحاجة كبيرة اوي اسل كبير فاللعيبة ما شاء الله خبرات مروا بالظروف دي كتير اكتن شادي زي ما حضرتك مرد بيها بكتير اوي ام ما علينا ان احنا هناك ما نحاولش نستفز بسرعة لان هم هيستفزونا كتير جدا وحقهم طبعا هناك عسان فيما لعبهم وجمهرهم وكسبانين ومعرفش الحكم برضوه فالواحد دي ناشد الاتحاد الافريكي طبعا بشكل كويس او ان هو يبقى الحكم اللي يبقى قوي جدا وما يهيبش اي موطف لان بسرعة النادي الاهلي تظلم ان ظلم هنا جامل انا بقول لعيبة اهم حاجة ما تستفزش لنقب واحد ولعب الاخر ديئة انت عودتنا على كده انت عودتون على كده انك بتكسب في اخر ديئة وهم يعملوا الف حساب للنادي الاهلي ان هو عارف وان شاء الله الاهلي بإذن الله ادى هاكابتن شاني ويرجع بكاز بإذن الله يا رب يا رب كابتن انشام واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا كمان كابتن انشام انا اشكرك شكرا جزيلا ام عجبتك النبرة دي اه لا ماهم على فكرة انا ما اشا الناس اللي كلمهم قبل كده كلهم حباين بس هو نقص ديه لا 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 ده على عيني وراسي بس هو نقص ديه ظهر من النبرة بالقلق وهو ده لازم أنا عن نفسي لازم أصدره للعيبة ما معناه أنا مع المدرسة دي أه لازم لا حبيش تجي تقولي خلاص السقة ده أعلى حنكسب خلاص لا وانا عجبني لانت قلته لانت قلته لانت قلته لانت قلته لانت ايه أيوك سيبنا بره وهدف سيد حمدي وجده ولما انتو روحتوا في القطن وضربت الجزاء اللي انت جبتها وهم غالبين دي مع دي خدرات برضه والهدف المتعب وفلافيو والشوطة اللي انت لعبها من وراء فرادس ما هدي كله بيرحي لك ايه ابو تريكا لا ده كتقصة ده من عسام الحضري لشهادي لفلافيو لعمد متعب لشوطة لحارس السفاقسي اللي عمل المنظر الرائع ده في ان هي دخلت فيه يعني اصلا كنت دايما نقف وراء الجوم بتاعه فاسمع تعليقاته فحالة حالة حلوة فده لازم يصدر الى اللعيبة ولكن مش كلشو هقولي الاهل يقدر برا الاهل يقدر برا مش عايز انا اخد ايه الحقن لا الاهل يقدر وتروح تستكين وتهدى لا ايوة اقدر وزي ما حالك قلت القصة انا مش داخل للوداد بالتاريخ انا داخل بعضلاتي بالياقة البدنية بالياقة الزهنية بخطة الرجل المدير الفني اللي ابتدى يبهر الناس بالرغم الانتقادات الشديدة اللي عليه القدرات دي والايمان ده والجمهور اللي هيفتح له الباب تاني قبل ما الفرقة تسافر وده ده العلاج النفسي اللي انا بقى طالب تاني بعودة الاخصاء النفسي لفرق النادي الاهلي كلها عشان مش عشان النادي الاهلي عشان اول ما النادي الاهلي هي اعمل كده هتروح حصلة في المنتخبات ومنتخب مصر قبل ما يروح روسيا فانا بقى عايزك لنقطة اخدك لنقطة تانية ودي انا عايزك تقول لي اصدقها ولا ما صدقهاش كان فيه ليه واحد زميل صحفي متخصص في الحوادث فاني يجي يقولك عايز تعرف المتهم او الجاني ابحث عن المستفيد انا عايز اعرف مين اللي مش هقول بنت قصيني يعني تيت كده اللي فجر شائعة لقدر الله وفات بنت كابتن حسام البدري قبل 8-6 ساعات من مباراة حد ما عندهوز دمير اما تيجي تسألني اقولك مين المستفيد الله فريق المغربي طب ها امشي معاك ان هو الفريق المغربي عنده قدرات لهذه الدرجة اعلاميا ان هو ينشر الخبر ويسيطر على الاعلام المصري بحيث ان هو يهز تركيز المدير الفني للنادي الاهلي وده حصل تمام لا طبعا مستحيل طيب هل مثلا منافس للاهلي عشان مش عايز يكسب زي ما هو بيكسب ما توصلش الدرجة لكده بقى عندي متهم تاني واخشى ان هو يكون زي شائعة بالزبط ان لعيبة النادي الاهلي هترتشت قبل مباراة النجم فارتشه وفخده ست دلت قد تمام دلت قد لا هي فاقولك الحاجة عايز بقى صراحة كمان اكتر من كده انت بتلمس حاجات شبه عايش فيها يعني مثلا قبل مورا يقولك رحيل البدري مش عايز بيدوره على مدربة احنا عايشين في قصة بقى انا كتير قوي نخلص من دي ايه الحق ماتش مهم الاهلي عنده النجم تلاقيس بعض الصحف منزلة خناقة ما بين الكابتن حسام مش عايز متعب وقال للإدارة لا انا خدت قراري مش عايز موجود تلاقي تتفاجئ اللي متعب بيلعب النجم تلاقي شعب عدد مش عايز اللعيبة تخنقوا وعملوا ايه تخش على موضوع مين اخد فلوس وعمل ايه تخش على حاجة عايشين في نظرات نعم عايز اقول لك حاجة عايز اقول لك حاجة لما تمسك ده وتمسكه بنوحي علمية تلاقي ان العملية بقت متقدمة جدا تلاقي ان انت انت داخل على ان انت بتتعامل مع اجهزة يعني شبه اجهزة مخابرات بجد بان هو هو ازاي يصنع الشائعة و ازاي يروجها و ازاي ان هو عارف مين هيضرب بها و يتأثر و ازاي ان هو هيستفاد منها هيستفاد منها تمام و في نفس الوقت مع الشائعة دي اللي هي اظن بما لا يدع مجال الشك ان هي خدت من تركيز الكابتن حسام البدري حتى لو هو كان جبل من التلج في الاسم فان هو هاي لحمه و دنهان يعني ما يتكلم في بنته ما هو البداية ان هو الرجل الداني ان هو ارجاب للتلج اللي مش باين اللي قمته في المية ان هو ما سافرش و ان هو قعد و ان هو التزم بواجباته و ان هو قال لك هو انا الدكتور اللي هروح اديها لحقا ربنا يا افع عنها او لو سافرت هعمل ايه ده انا في اقصاها هقف برا غرفة الانية المركزة بس اعلم هبقى شعيفا لا انا ادعى يعني اتمنى ان هي تقوم بالسلام ان شاء الله وهو عارف معزته و محبته في قلبي قد ايه بس ما تمناش حد مش انا بس يبقى في الموقف ده يعني انا مش عايز برده و قلت لي حاجة كويسة ان هو يعني ياخد الكاسم عب اذن الله لو صرتك كلانا انا السؤال افتراضي لو اي حد ما كان الكابتن حسام قدراتي قدراتي و دخولي في اختبار زي ده مزيه مقدرش اقولك يعني انا دلاتي جسمي اشعر في ان لما انا حطيت نفسي مكان ومش عشان ولادي لا هو عمل حاجة يكاد بشر كتير ما يعملهاش بس يعني و ربنا باذن الله ان شاء الله يكافؤوا على ده بصبره و يقومهاله بالسلامة اهم حاجة و تبقى زي الفل اه و على فكرة هي بتتعلم هناك يعني هي مش راحة تعمل ويك اند ولا تسافر لا هو راجل بيفكر كويس بيودي اولاده ان هما يتعلمه هناك بدل ما يخبط على حد يقول له انه بيخد ابني يشغله ابنه هو اللي يجري الناس اللي تجري وراء ابنه عشان التعليم فالرجل بيعمل ده فان هو قدر يعمل ده وبالشكل ده وبعدين انت تروح و على فكرة على بلاطة هما اه ما يهموا همش ضرب اه تركيز الكابتن حسام البدي ولا هما يهمهم ضرب الفرقة عشان مش اقدر اتكلم بصراحة اكتر من كده طب نروح لنقطة تانية اللي انا برضو عايزة اشكر فيها لا انا عايزة عرض لك عرض لك عرض لك طب قبل ما تعرض هشكر فعلا فعلا وده مش من مجلس ادارة النادي الاهلي انا ولا باخد منهم فلوس ولا باجي هنا بفلوس ولا حاجة تمام انما عايزة اقولك المرشحين الاخرين اللي ضد قايمة المهندس محمود طاهر اتكلمت مع ناس وناس كتير قايتلي وتناقشت معي نكتب ايه عشان نشكر الموقف الاهلاوي ده اللي هو دعا الناس كلها مش هو هو مش يعني دي مش عزبته هو بما انه هو رئيس النادي الاهلي دلوقتي دعا الناس كلها تعالوا نحضر وصيبوكم من الندوات والحركات وتعالوا نحضر كلنا قدام الفرقة ان احنا ايد واحدة وان احنا فعلا الاهلي فوق الجميع مش اللي بانا كان الشكل من وجهة نظري عايخلص امور كتير جدا جدا لو كان حصل من وجهة نظري بس انت ما تدخلنش في القصة دي انا ما دخلتكش انا ساكت اهو انا بالنسبالي في مواضيع يعني في المستقبل انت نفتح هو انت تقول للناس مش اتكلم دلوقتي دي انت بتبقى اجبت للناس على حاجات كثيرة وبتفتح لهم كلام كثير وكل واحد يتخيل بدماغه خلاص كلام السيد عمر مش هعلق عليه عشان عايز عرض له صورة بالنسبالي فيها معاني اللي انا عرضتها من شوية عايزة هاتوا جماعة تانية مرة تانية الصورة اللي اتبعت لنا من على السوشيال ميديا صورة اسلام لان جايلي رسال كتير جدا اعرض الصورة دي مرة تانية اللي اللاعبين صورة معبرة ايه رأيك او سيد عمر تقولي في صورة زي دي او كصحف كبير تعلق عليها تقولي ايه او تكتب لها منشد او تبت يعني فيه كلام كتير يتقالي على الصورة الجميلة ان فيها معاني ايه دموع اولا ايه مش موصول من النتيجة اللي حصلت عايز بطولة افريقيا صورة معبرة بمعنى الكلمة وصد صحف طيب عايز الحق يعني ومش الحركات لا لا ما عاديش حركات هنا وعلى فكرة انت بلوقتي بتعمل حاجة انا نفسي اعملها ما هو برنامج بشكر اللي صورة الصورة اللي لازم ندي الناس حقها برضو اللي صورة الصورة دي اكيد شخص رائع اكيد نوايا جميلة ومحترمة وحصلت في مبارات مسلو كونغ دي حصل ووجبنا الدفن التحليل النفسي يا بشكر اللي صورة دي الصورة دي اللي موجودة عشان احنا عرضناها هنا لو انتم ت الواقع there هتكلم بقى او لامتال هتعمق كابتن مينيش الصورة دي الصورة دي هي ومش كلام اونطة الصورة دي هي عنوان النادي الاهلي يعني ايه الان انا بقو طالب بيه ونادي لا خليني على الصورة لحنا كلامنا يتسمع ما هيشوفونا في ايه الراجل ده احلى يعني ايه عنوان النادي هقولك دايما وابدا بقو طالب بان الكورة والرياضة ما تبقاش مخدرات تجي تسكينه يلا تفرجه ويلعبه خلاص الصورة دي هي عنوان انت حركت في رجل يعني مفقود بعض الارادة الجسدية ولكن الارادة النفسية موجودة عنده يعني واحد زي حالتي ممكن ابقى بعرفت نطت قدامك ولكن ما يبقاش عندي قوة وارادة الرجل ده يبقى عندي شلل نفسي وهو الرجل ده عنده انفعالات رائعة خد الانفعالات دي منين اللي هو بجد انا ما همنيش ستة اتنين دي ان الاهل يتخطى لجمه وكلام ده ده خلاص انتهت انا همني في الاطفال اللي في المدارس وفعلا وانا بروح اجيب ولادي ازاي ان هو يجي يقولك انت شفت الاهل عمل ايه ستات وشفت محمد صلاح عمل ايه وطب شفت انني مش عارف ايه هو ده اللي الاهلي زرعوا عشان احنا هنا بديتكلم على المباراة فقط زرعوا في جماهيره اللي هو الترجي انا عن نفسي كانسان دائما وابا ببص لنص الكوب الافاضي عشان ابقى جاهز نفسيا للاصعب للجاي فهو زرع الاهلي في الولد ده الشاب الجميل الراجل ده ازاي القدرات ازاي ان هو هيقوملك من على الكرسي المتحرك ده وهو قعيد بالشكل ده عنده ارادة نفسية رهيبة لما حصلت قدام النجم عنده ارادة لما حصلت معاك وقدام الترجي وانت جايب جده وسيد حمدي عنده الارادة لما حصلت في اكتر من منحة عنده الارادة الاهلي رح مصدرها لمنتخب مصر وبقى منتخب مصر بعد ما بيفوز الاهلي بيفوز في الديئة الوقت المحتسب بدل الضاقع حصلت مع منتخب مصر بخدرات عالية جدا جدا واكاد ازعم ومشانا اللي بنسب ده لي ان كل ما منتخب مصر بيحقق نتائج جيجابية عالية تروح باصص على طول مع كامل التقدير والاحترام لكل الاندية بس بتبقى في طفرة حصلة في النادي الاهلي فييجي يقولك كوبر بياخد 14 او 16 لعيب من بره محترفين انا اقول له تمام بس يجب ان يوجه رسالة شكر وتقدير الى النادي الاهلي لان الموقف اللي النادي الاهلي فيه في طول الدورة وبنت تقطر الافريقية دلوقتي هو اللي ساعد منتخب مصر ما معناه ان لما ساب تريزيجي لما ساب احمد حجازي لما ساب رمضان صبحي وموقفش في اتجاهتهم وسبهم يحترفوا بره ده بعيدة عن الاستفادات المالية وده ما بتركز فيها الاهلي اكتر ولكن شاف مصلحة لعيبة وده عاد على مصلحة منتخب بده فالقدرات النفسية اللي بيصدرها الاهلي وده برضو مش شهدتي ده رئيس الجمهورية المشروع الفتاح السيسي قالك ده وشكر جمهور قبل كده في الطولة قبل كده الكونفدرالية تقريبا مع الظهور والتنصيق والخروج بالشكل ده مع ازايه ان هو واقف وبيشكر لعيبة بعد ما رجعت من الجبون وخسرت وجايب يشكرهم لانهم قدوا اللي عليهم ازاي بعد ما عشان كده لقيتهم عملوا ايه لهم فيزين ولعبوا الاخر اللحظة ده انا هزعم ان النادي الاهلي بيحط البزرة الاولى وحصل دلوقتي بقى في الزمالك ان هو يفوز في الدقايق في النهاية وده شيء رأى وحصل دلوقتي مع فرقة الزمالك قدام الترجي ان مش عشان هم بيلعبوا بره الارض والجمهور وا 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 لا 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 الغداء وقفل ودانك وركز على المرمى اللي قدامك ولعب عليه فالاهلي بيعمل ده وبعيد عن الكورة بيحطوا وبيبدروا في نفوس الولاد اللي في اللي ابتدائي وفي بيبي كلاس وكيش جوان واعدادي وكذا بتصنع حالة جديدة متنفس جديد بدل من شم مهملات وواحد يروح مصور لك بنت واختها دي صورة أصعب اختها نايمة على الارض بتع 3 سنين وهي بتسندها عشان تنبش في بعض المهملات صدر الصورة الإيجابية دي عشان الشعب عايز ده عجبني التعبير بتاعك كمان الاولاني اللي على الصورة اللي فيها معاني كتير جدا نادي الأهلي يصدرها لإسلام الصحب الصورة كمان من دمن مبادرتنا النهاردة عشان التفاؤل ونقول للناس خلان نسمع نجومنا اللي برهم المواقف فيه دخل معانا نجوم كتير جدا جدا النهاردة تكلموا وسدروا صورة جميلة روح من التفاؤل لكن الأكيد هنقول للعيبة المباراة صعبة ومن ما نقول للمباراة صعبة حيدي اهتمام أكبر ونقدر نحاق الهاتف معانا على الهاتف واحد من كباتن النادي الأهلي المحترمين كابتن وليد صلاح الدين كابتن وليد برحب حضرتك كابتن شادي تحياتي لك وتحياتي لأستاذ عمر طبعا حبيبي كابتن وليد حبيبي والعزيز على قلبي والله كابتن وليد في بداية الحلقة شعارنا النهاردة أكيد بنقول لأفريقيا يا أهلي لكن المستحيل ليس أهلاوي ومن هنا أسأل حضرتك الأهلي يقدر يا كابتن وليد طبعا لو تفتكر كابتن شادي أنا كنت معاك قبل مباراة الترجي وإحنا كنا متعادلين واحد واحد وقلت لك أن الأهلي يقدر والأهلي هيروح يعمل الأهلي طول عمره وطول تاريخه معوتنا وبعدين برضو في نقطة مهمة التعاود بتاعنا ده هو مش جاي عن ثقة وخلاص وفعلا نحن أحسن ترقى في أفريقيا في حقيقة واللعيبة بتاعيسنا حاسة كده أنت بتلعب نهائي مع الوداد ومع كامل الاحترام لفريق الوداد راحوا للجون مرة واحدة جابوها جون أنت روحت للجون أكتر من عشر فرص كنت ممكن تنهي أصلا تنهي البطولة عندك يعني لو وليت أذار وأحرز الانفراض ولو ضربت الجزاعة حسبت ولو أجايجة بالكورة إحنا أنت تكسب ثلاثة أربعة مسترائح فإحنا فعلا نحسن ترقى في أفريقيا عايزين بس توفيق ربنا يعني التوفيق ربنا يكون معانا لكن نقدر طبعا نقدر كابتن وليد رسالة كابتن وليد صلاح الدين ومر بمواقف كتير جدا جدا زي دي رسالتك للعابين في التوقيت ده تقول لهم يا كابتن وليد نفس الرسالة بتاعة مباراة التراجي ومباراة النجم رقم واحد الهدوء اوعى اوعى تتعصى الكلام ده كان بيقولنا الراحة العظيم الكابتن صالح سليم اوعى تضر نفسك انت محدش يتعصى ما نلعبش نقصين ابدا نلعب الكل الوقت الفول تايم كله نلعب واحنا كاملين لو تفتكر مباراة التراجي قبل كده انراموا اليد الشهيرة اللي احرز هدف في يده العيب تعاشر ده روبا ساعة اللعيبة عصابة بركات التراج خلصت على نفسك صح مهم جدا ان احنا هنواجه شراسة قوية جدا من الجماهير هتواجه شراسة من لعيبة الوداد المغربي وضحقهم عايزين البطولة هتواجه اه مشكلة في الملعب ومشكلة في الحكم ومشكلة في الجماهير دازم شخصية النادي الاهلي تظهر شخصية النادي الاهلي تظهر في ان انا اكون هادي جدا انفذ كلام الكابتن حسام البادري بشكل بشكل كبير والعب لغاية اخر لحظة ده ده وعندنا بقى من الخناريوهات اللي نقدر بقى يعني نعدها جاروة فوق ابن الصفاطفي اه في دونس التربي دونس مثال تقدر تقول اننا المباراة حتى لو دخل فيه هدف انا برضو لسه في الجيم اه انت انت النبي الاهلي جوه المباراة طول ما المباراة شهيرة كابتن وليس صلاح الدين متفائل اه متفائل جدا انا سولة عمري متفائل ودايما مراني على معدن العبت الاهلي المعدن الاصيل المعدن الاصيل ده فاعز ازمات الشدة وفاعز ممصر كلها بتبقى يعني الامور صعبة جدا بيظهر معدن العبت الاهلي وبتكسب وانه احنا جيب البطولة من هناك على فكرة الولاد يا جبتن شادي بيلعب ب13-14 لعيب فقط يعني محمد وناجم لو اهو مصاب لو عرفتت سيطر على عشرة بن شرقي لو عرفتت تسحب من اسماعيل حداد اتنين تلاتة لعيبة لكن انت عندك كتيبة انت عندك كل المقايضين افريقيا كلهم نجوم في مراكزهم فلعبت باحمد فتح في نصف الملعب لعبت في عبدالله السعيد لعبت في عشائيب ولي بظاره انت عندك وعندك اوراق بديلة ونقدر نروح نفسها بناك ان شاء الله يا رب يا رب كلام محترم جدا من العيد كبير زو خبرة وكابتن من كابات النادي اللي كابتن وليد بشكر حضرتك شكرا جزيلا اه اه ده شحنان انا مبسوط هو شحنانك اه اه احساس حلو انا مبسوط لما نقول ادخلوا معانا يا ولاد النادي الاهلي اللي مرتب المواقف واجهة ورسالة اللي عابدكو تحس اللي دهرك مسنود اه الاو فلا محترم من كل النجوم اللي دخل معنا تتكلم بشكل علمي في ان انت بتجيب التجربة انت مش فريق اه ايه ده انا اول مرة هوصل نهائي يعني زي الوداد مثلا ما فاز مرة فهو ما عندوش تجارب كتير لده فانت بتتكلم بشكل علمي بناء على تجارب بناء على ان انت دخلت المعتركات دي فبالتأكيد بتحل لك اه اه مساء المعقدة في المباراة بتخليك مركز وده بقى الاعلام اللي هو اه مش هنقول عليه ايجابي ولكن الاعلام اللي بعتقل ان هو حق يكون في ان هو ولا يرفعك لسبع سماء بان انت فايز بعد النجم بالبطولة ويلا نحتفل دلوقتي ولا يكسرك بان انت اه خلاص الامور راحت وإلا طب انت راح تلعب ليه وإلا كان عموتا بقاعد بيحاول انت عارف هو بيعمل ايه حضرتك هو بيقلت جدا الكابتن محمود الجواري يعني قبل المباراة دي كان داخل بيديك مسكنات وبيخدرك وبيقول لك انا السنة اللي فاتت وصلت الدور ابي النهائي ده حلو قوي وانا السنة دي لعبت نهائي ده كده انا عملت انجاز فهو عايزك ان تعتقد ان هو الانجاز بتاعه ان هو لعب نهائي دلوقتي هو بيلعب على الجنب التاني ان هو ايه احنا هنحقق نتيجة ايجابية وهنفوز واحنا حققنا نتيجة ما كناش مسدقين ان هنعملها قدام النادي الاكثر حصونا على القطف القرى الافريقية فهو بيشتغل بنواحي نفسية واعداد نفسي جيد جدا للعيبة بتاعته و الى جانب ان هو حفظك جدا 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 تقدر اجا اقول لك انت منتخب مصر لعب قدام ايطاليا وفاز وبعد كان متأخر وتعادل ثلاثة ثلاثة وخسر بهدف الوقت المحتسب بدل الضاقة وبعدين لما تشحنت وقلت ده انت هتاخد كاسق قرارات واحتم مغلوب من امريكا اللي هي ملاش في اي حاجة بلا يحزنون نعرف انا اسف اول مرة ما بحبش طبعا قطع ديوفه خالص لكن كمان فيه لعيبة كده بيحسوا بالمسؤولات انهم بيلعبوا بالزبط فبيبادروا اللي يكونوا موجودين معانا كمان معانا النجم الكابتن خالد بيبو براحب بيك كابتن خالد كابتن شادي انا اللي براحب بيك وبرحب بصد عام طبعا ربنا يخليك كابتن بيبو انا بقى معاك لتاخدى شادي الساحب لا انت راجل ساحب بيت وما تقولش الكلام ده كابتن خالد عايز اعرف منك بخبرة سنين ولعب ليج جمهور ولعب اخلصت مع النادي الاهلي بصراحة اسألك نفس السؤال المتكرر لكل نجمنا اللي دخلوا معانا النهاردة الاهلي يقدر كابتن خالد لا يقدر ويقدر ويقدر يعني بص اه عشان بس اندسته بقى اه بارتاحة يعني المباراة النهائية ما بتبحثش كده ما بتبحثش ان انت لازل تكتب باع عشان حالات ده لا انت اجماعة النقصات دي اربع شواط انت لعبش ستين وفضل ستين اه اه يعني اه نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا والأمور تبقى تبقى والعبت وفحالتها ان العب بالنادي الاهلي لو فحالتها ان شاء الله هيكتابه انت لعب فيها بتافح كويس قوي وعندها حالة تبعية جيدة جدا وهو هو ده اللي ممكن بدايئة شواء في الماضي اللي فان انت احنا انا قلت قبل الماضي كل الماضي فان الاهلي العبه هيكت بستة وهيكت بخمسة صباح المباراة الاهلي انت عايزنا السئلة عايز الناس تبع عارفة ان الماضيات الكبيرة والنهاية دي في بلايها حسابات كتيرة جدا وليها ودخلص قديات احنا وقبل كده كان يقول ان احنا في الترافي اه في بورد الترافي اه هنا الناس كلها كانت بتقول ان الضروب ضعبة جدا وطرحت تتربكون وسط التانية خلص الماضي فالنبابراتي ماشي اتفاقاتي انت رايح ان اكون مباراة تيها وعد حين فانا انا بقول للناس كماعة لازم الناس ببعا عندها ثقة اه في العب النادي الاهلي لان ده هو شبت النادي الاهلي والنادي الاهلي طول عمو يتحط في المواقف واللي اللي عند هو النادي الاهلي يعرف ان المواقف تي طبيعية جدا يعني مش حاجة مش حاجة تخط للعب الاهلي ولا جهاز النادي الاهلي لان ده حاجة طبيعية وحاجة تحطه كافة ده وكافة حسام قابل المواقف تكتير سيد صدر حفوز قابل المواقف تكتير سيد معاود قابل المواقف تكتير عنا السعيبة في الملعب اذا كان عبد الله تتعيد اذا كان حسام عشور انساء الله ربنا يجري كان احمد فرحي فاللعبة عندهم الخبرات وعندهم الجلد ان هما قابلوا مبرزة بهدوء وتركيز جدا لانه اي وقت جده نكسب وكافة حسام المدري انا مشاهل ان هو مخطط قاس اول المباراة دي ما بيتهزم ثقته ما بتروحش تلعبته ثقت نفسه ما بتروحش واللي احنا بنقوله انا من بكرة اللعبة اللعبة انتكلم دور كتير جدا في مهارات وكافة ومتشارك مباراة على البيانات كده جدا ومتش جاهب عندك اه 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 فرقة اه اه يعني استفاد من فرد التراك لان هم كانت بيلاع بو alguma كان في هاجمة آهم مرغرة مقتلنا بيبو انا انا بشكرك شكرا جزيلاì على دعمك وكلامك المحترم جدا وقوفك جنب الفريق والثقة كمان اللي انت بتتهنى وانت بتتكلم بيتكلم بمنتغى الثقة لكن لازم في الاول واخر نوصل للعيبة اللي لا مش سهلة اه كل اللعيبة دي اللي انت دخلتهم وفريق العمل والقناة يبقوا متواجدين مع الجمهور يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله يوم الاربع تقريبا تلات يبقوا متواجدين مع الجمهور ويتفرجوا مع الجمهور على تدريب الفرقة عشان يوصل ليه لان هم دول عاملين زي الحمام الزاجل ان هم بيوصلوا كل مشاعر مش جمهور الاهلي الاهلي لا يلعب باسم الاهلي فقط بيلعب باسم مصر كلها فيوصلوا لكل اللي ناس شعر به للعيبة من خلال تواجدهم في الملعب في استاد مختار التيتش اللي شحن اللعيبة دي بطارياتها لمستويات عالية جدا فظهروا بالشكل ده قدام الترجي ده اللي احنا طلبينه والله يكون فعون الجمهور المغربي وفرقة الوداد والحسين عموتة دلوقتي انا عن نفسي الله يكون فعون يعني هو يعني اشقائنا وحبيبنا وكل حاجة بس انا بشعر بيهم دلوقتي ان هم مش عايز اقول بيموتوا في اللحظة كم مرة رعبا وقلقا من عفريت وجن وقدرات الاهلي اللي مرفهاش سقف حتى صافرة النهاية بتاعة يوم السبت ده اللي هيشوفوه وده اللي هيتلعب وزي ما هو قال افتخاره من هو لعب المباراة النهائية بإذن الله يفتخل اكتر واكتر ويبقى الميدالية الفضية اللي هم يستحقوه وستاذ عمر كمان دايما بتشرفني وتنورني باراة الرائعة شكرا وانت عارف على المستوى الشخصي انا بحترمك جدا شكرا كمان عجبتني جملة وقفت عندها وانت بتقولها واحدة لا في صورة اسلام كمان بيزد لأن دي حاجة مؤثرة بالنسبالي الدموع واكيد غالية علينا وعلى كل الاهلوية وانت بتقول لا لازم يروح لي ويكلم العيدة الاهلي زرع فيه ده كمان الاهلي مش بعيد عن المشهد شرفتني شكرا وانت بشرفتني وانت بشرفتني ان عندي قضاية مهمة لازم تبقى موجود وهربقى نتكلم بعد كده اكيد لما لها ليكسب البطولة ان شاء الله عن قصة اسم خالد بيبو ان شاء الله شرفتني شكرا وانت بشرفتني وانت بشرفتني اكيد كمان اتمنى للرسالة بتاعت الحلقة النهاردة بزيات وصلت لكل جماهير هي الرسالة ان الاهلي حاجة كبيرة قوي بنصق فيه بنحترمه ببطولاته بكل حاجة كويسة فيه وان شاء الله الاهلي مش يقدر لا الاهلي يقدر ونص بلعبته الرجالة اللي موجودين وجهزوا الفني المحترم اكيد كمان هاختم زي كل يوم المجد كل المجد اللي شو قد اينادي الاهلي وتصبحوا على الف فت ايه اب meng TP ايه 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 موسيقى موسيقى موسيقى